الاهلي يحزم الوداد في زهاب نهاية دور الأبطال فاز بالشوت الأول في القاهرة وفي الثاني يعود بالكأس من كازابلانكا اشتركوا في القاهرة نهاردة حقيقي الاهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته الأفريقية سجل هدفين أسعد بهما جماهيره وتلقى هدف أحبطهم بعض الشيء ولكن من لا يعرف الأهلي فلابد أن يحزن ومن يعرف الأهلي وتاريخه وإنجازاته مش هيله صحيح الفوز بهدفين نظيفين كان هيطمن أكتر ولكن في كل الأحوال الأهلي خرق كسبان بفرصة التعادل بأي نتيجة أو تحيي الفوز في مباراة الإياب هيضمن الأهلي كأس البطولة وفنيا الأهلي أفضل من الوداد جملة وتفصيلا الأهم أن الفريق يكون جاهز نفسيا ومعنويا وإن شاء الله إن شاء الله يقرر فوزه في المغرب ترجمة نانسي قنقر يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة جمعين النادي الأهلي تفرح وتسعد وتنبسط النهاردة بأداء فريقها الكبير تفرح بمرس الكولر وجهازه المعاون تفرح بكل لعب النادي الأهلي اللي عملوا النهاردة حقيقي واحدة من أفضل مباريات الأهلي الأفريقية على الإطلاق أداء كبير أداء مميز من النادي الأهلي هدفين وكانوا مع الرقفة هدفين فقط وكان ممكن يزيدوا هدف لبير ستاو وهدف لكهرباء واللي اتنين من صناعة حسين الشحات المتقلق جدا المبدع جدا كل حاجة كانت ماشى بشكل رائع في النادي الأهلي في هذه المباراة أداء وأنت بتتفرج تبقى فاتح بؤك ومنبهر ومبسوط وفخور بفريقك المصري وهو بيعمل هذا الأداء الكبير المميز جدا ولكن هدف للوداد عن طريق سيف الدين بوهرة في الديئة 86 بين خسين كده في لحظة سرحان نسبي الأهلي كان مركز قوي النهاردة قوي في كل الأحوال فيش فريق في العالم بيقدر يركز طول التسعين دقيقة بالزبط بالثانية صعبة صعبة جدا جدا داخل فيك الهدف وفاز الأهلي اتنين واحد في هذه المواجهة تقلق كهرباء وقبل كهرباء بقى أنا هقول لك كم اسم كده دول النهاردة ياخدوا جوائز ياخدوا جوائز حسين الشحات مدهش ومبهر ده حسين الشحات ده يا جماعة اللي الأهلي مع نهاية الموسم الماضي بيقولوا للأهلي سوقوه بيعوه خلاص كفاية ما بيعملش حاجة بقى أحسن لعب في النادي الأهلي محمد هاني محمد هاني يا جماعة اللعب اللي هيفضل طول عمره لعب صاعد ولاعب ناشي بقى كابتن للأهلي النهاردة ويعمل مباراة رائعة بيرس تاو اللي بينك وصين كان بعض الناس يقولوا ده مقلب ده ايه ده بيرس تاو ياسي بيه محترم وكل حاجة بس ما عملش حاجة مع النادي الأهلي بقى واحد من أحسن الأجانب اللي موجودين في المصر حاليا عمل مباراة كبيرة ورائعة النهاردة مروان عطية كالعادة بيعمل مباريات رائعة ونقف لسواني لأ سواني ايه نقول دقايق دقايق عند مصطفى شبير النهاردة كنت بتفرج مع مجموعة من الأصدقاء على هذه المواجهة أي كورة بيلمسها مصطفى شبير هتفات مدوية مدوية بشكل أحيان بيبقى مبالغ فيه يا جماعة عادي مواجهة كورة سهلة لا الناس بتشجع الناس فرحانة الناس مقدرة تماما حجم الضغط اللي عليه حارس صغير في السن حارس مش أساسي في الأهلي حارس بيلعب نهاية دورة أبطال أفراقيا حارس ابن نجم كبير فعليو دغوط المنطقية الطبيعية اللي بتتقلق بش المنطقية عفوا الطبيعية اللي بتسمعها طول الوقت يعني أمناء العاملين وخلافه فعنده مجموعة من الضغوط عليه ورغم كده اللي قلت لكم بارح اللي قلت لكم بارح أنا كنت مراهن شخصيا يعني على مصطفى شبير على الشخصية هو شخصيته قوية هو شخصيته كبيرة أهلته النهاردة أنه يعمل مباراة كبيرة ومحترمة في نهاية دور أبطال دي حاجة في منتهى الصعوبة يا جماعة في منتهى صعوبة شالك كام كورة صعبين جدا ده فيه واحدة في الشوت الأول فيه واحدة في الشوت الأول من الجعدي لعب الوداد صعبة صعوبة صعبة جدا جدا من الصعب إنك تشيل أوفاة صعبة جدا ليه بقى إنه بوقت ده كان الأهل مسيطر على المباراة طولا وعارضا والنتيجة سفر سفر هاجمة كده من حيثه لا ندري للوداد اللي ما كانش يمسك كورة إطلاقا والراجل قدر يشيلها ببراعة شديدة بصراحة تحية كابي أنا متعاطف معاه جدا جدا مصطفى شبير جدا أستحقكم كل التحية النهاردة أستحقكم كل الإشهادة النهاردة ومش أنا الوحدي اللي هشيد بمصطفى شبير معايا كمان عبر الهاتف مدربه الصابق مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الصابق والحالي لفريق المكون العرب كابتن الكبير كابتن طارق سليمان يا كابتن طارق مشرف ومنور مصير خير يا كابتن كريم أخبر حضرتك كله بخير قبل ما أسألك على الأهلي والنتيجة والتفاصيل وخلافه أسألك على مصطفى شبير رأيك فيما قدمه مصطفى شبير اليوم والله يبص أنا يعني أتقلت في اليومين اللي فاتوا يوم كتير قوي بالنسبة لمصطفى قبل المباراة والحمد للعرب العالمين يعني الناس بس ترجع بس شوية ترجع يومين بس وتشوف اللي أنا أقولته على مصطفى شبير بتقلي مش يعني كل اللي أنا أقولته بتهيئة لي كده يعني شفنا النهاردة دايما دايما كنا في مليون مرة النادي الأهلي بيراهن على الشخصية يضي يحط تحتها مليون خط أداء الفني والمهارة والشغل الفني بقى ده قصة تانية بس في النهاية برضو لو أنا عندي كل الكلام ده ما عنديش شخصية ما أدرش أنزل ملعب والعب بشكل اللي اللي لعب ومصطفى النهاردة وإنت أكبر تنطلق نفسك أنا متأكل أنك يا ما ضربت حراس مرما كان عندهم من المهارات والإمكانيات بس ما عندهمش الشخصية فما كملوش المشوار طبعا يعني حتى مش حراس مرما اللعيبة ستيز بتيجي النادي الأهلي وممكن بقاش لها يعني أنا تكمل بسبب الضغوط اللي في النادي الأهلي شف النادي الأهلي فعلا كمله الجزئي قال كلمة دايما قال شف النادي أهلي ستيز دي حقيقة فعلا النهاردة مصطفى لما يلعب لما يلعب المهاردة فقط عدد في الجمهور ده ويقدي بالشكل ده خبالك الانفراض اللي شاره مصطفى طبعا ده توقيت وآآ توقيت خروج وعمل النجبة بشكل كبير جدا كبر جسمه وقرب من المهاجب قوي وراجل حطها جد في سيده دي بالنسبالي طبعا 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 فرقة مع النادي الأهلي جدا طبعا 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 زي ما قلت كده كان الاهلي كان متيطر وكان بيضيع وكان إنما دي له وداخلك كده تبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي الأهلي صحية الكرة بالنسبالي أنا شفت فيها قدرات خاصة جدا لمصطفى شبير وشخصيته الفاول أيوة الفاول أيوة يا كابتن طاري الله ينور عليك تعرف أنا آسف والله أنا آسف للمواطعة أنا مش مدار بحراس مرموعة وكويس الحلاك اللي هتشرحها يعني بس لما شفتها وانا بفرج على المباراة قلت يا جماعة كلها دي صعبة بس هو مسكها بسكها مش طبيعية بس اتفضل يا كابتن اشرحها أكتر يعني بص بص يا كابتن هي صعوبتها في توقيتها وفي الحدث اللي بصطفى بيلعبه يعني توقيتها الكرة دي جات في الديئة الخامسة من الوقت الضائف بعد الاهل ما سجل صح من الاهل يسجل والراجل رفع خبز دي قطو ضائع فالكرة دي كانت في الديئة الخامسة صح وفاول المسافة قريبة هم فاول المسافة مش بعيدة هم فلو حد في راس مرمو نشوف راس مرمو التغيرين في السن هم في ظهر الحيطة تقوموا كرة داخلة في نفس المكان ذا بقى إنما مصطفى شوبيب إنه يقف يبقى عدو شبات وعنده كرة تنشط فوق دماغه تهلي جدا جدا في التوقيت ده كان مصطفى يحط بوكس وكرة تطلع بعيدة هم ما يمسكهاش صح إنما الصعوبة ها والشخصية مصطفى إنه كرة دي كمان في التوقيت ده وإنها أفريقيا وبالقوة دي ومصطفى كبان يعمل إيه يمسكها يمسكها وهو على خط المرمو بالمناسبة كابتن طاري والرأس كبار على الأقل على الأقل هيمسكوها على مرتين على الأقل يعني هو يمسكها بسابت مش طبيعي أقول لك أنا أمسك ليه وأعمل نفسي مشكلة سهل جدا أن أحط إداية فيها تطلع على الجنب وخلاص وأخلاص منها إنما إنه يمسكها بالشكل ده بالقوة دي ويمسكها لا يبقى ده شعر عنده شخصي صحيح وده طبعا مع جوز الفني بقى ومجوز المهاري وطبعا كل الكلام اللي احنا نقوله على المصطفى هنقوله إنما الكرة دي بالذات يا كابتن كريم بيانت إنه أحد عنده شخصية عنده ثقة نفسه عنده قدرات ثنية عالية ما شاء الله النهاردة مصطفى أنا بعتبره هو نجب النادي الأهل للنهاردة كنت أتمنى طبعا أن الهدف ده ما يدخل الهدف صعب جدا طبعا ما يدرش مصطفى يعمل له شيء أبدا إنما طبعا يعني في النهاية يعني هو ده هو ده هيدكورة ونخش هدف النادي الأهلي طبعا في الدنيا بس ليس يا برضو نتعرف اللي كان ممكن لو تكلمنا بقى عن عالي بس الأول نفضل مع مصطفى لحد محاضرات طبعا تتفضل وتسألني على المبارك لا مصطفى مصطفى كمان يا كابتن طاري أنا لازم أقف عنده نقطة مهمة جدا أنا تكلمت قبل محرارك تدخل على كمية الضغوط اللي عليه بشكل خاص مش مجرد حارس يعني هو حارس صغير في السن حارس بيلعب نهاية دورة أبطال أفراقيا هو الحارس الثالث في النهاية دي الأهلي فجأة على نفسه قدام نهاية دورة أبطال أفراقيا الثالثة ودي بالنسبة لي الأهم بكتير وحضرات أكيد أكيد عشان أحمد كمان أحمد طريق سليمان أكيد تعرف المعاناة اللي بيعانيها أي لاعب ولده كان نجمة أو ولده كان لاعب أو ولده كان مسؤول معاناة وضغوط مجانية كده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم أنت مضغوط أصلا عشان أنت من فلان أو من فلان فهو عنده مجموعة ضغوط مع بعض اشتغل عليها النهاردة أو هي كلها من جماعها النهاردة وتألق الحارس بكتولها دي يا كابتن كريم النقطة مهمة جدا جدا وفي غاية الأهمية وصعبة ليه بقى احنا طبعا شوفنا كتير جدا أنا فاكر كويس قوي قوي أول ما طلعت مصطفى ووحمد مع بعض صحيح أنا خدت هجوم أبناء أول حاجة أبناء العاملين أبناء العاملين أبناء العاملين صح كلام بيتقال كتير جدا جدا في النقطة دي صح ومجملات ومش عارف ايه و ايه وحرك و أكتر ناس بتدعب و أكتر ناس بتتبهدل و أكتر ناس بتشوف الأمرين أولاد المدربين أو أولاد العب تلكور صحيح صحيح أنا فاكر كويس قوي أحمد السنة اللي فاتت بعد مباراة المقصة والنادي الأهلي المباركة السكاس و خلصة واحد صفحة لنادي الأهلي مصر كلها كل مصر كلها بتتكلم أن أحمد قول كويس و أحمد كذا و كذا و كذا و كذا و كذا وما فيه يعني الناس اللي بتصدم و الناس اللي بتقول أبناء العاملين والكلام ده مم الصفة شو بقى المباراة دي على فكرة مش أول مباراة و الصفة يعملها كويس أيوة الصفة لعب مباراة كتير حتى أخيرها يعني المباراة السراميك لو بطرة السراميك لو بطرة هم مباراة كبيرة جدا و ما شاء الله يتعامل أكثر في الانفراض ده أنا لازم أن أتكلم عليه لأنه هو في عنده انفراض فيها أنا شايفها أصعب كما من الانفراض بتاعت النهاردة يقولي الموضوع أن الانفراض سراميكا كانت في مباراة دوري النهاردة الانفراض فيه من نهاية أفريقيا صح هو ده الفرق الكبير جدا كيمة التصدي النهاردة الصعوبة في الانفراض بتاعت سراميكا عارفين مصطفى شوغير لعب على كرة النهاردة مصطفى شوغير عمل خطوات عابط على المهاجم وقربت المسافة بينه وبين الكرة فعشان كان راجل لما شاط خبط التين في جسمه في بطنه أو في صدره صح هو هو كبر جسمه عمل الصح وقرب منين قرب من رواس المسالة إن لها كرة فعشان كان راجل لما شاطها الكرة ما خرجتش مرة حيز مصطفى فعشان كان خبط التين انفراض بتاع مباراة سراميكا ما كانش كده خالد كان فيه مسافة بين الراجل وبين مصطفى وراجل حطاه من فوق مصطفى ومصطفى بقى ده حارك سريع جدا 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 وسرعة رضي فعل عالي جدا طلع إيده صح وخده كرة قبل كرة بتعمل قبل كرة متعدل منين من فوق إيه من فوق إيده أو من فوق دماغه صح أو من فوق دماغه صح طب كابتن طريق أنا لازم أسألك فرصة وإنت معايا وإنت راجل عشت مع النادي الأهلي مواقف كثيرة رائعة ومواقف كثيرة صعبة النهاردة جمهور النادي الأهلي حتى لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفاني كان باين عليهم الزعل أو الصدمة بعض الشيء بعد الهدف اللي دخلوا الوداد نصحتك إيه للعيبة النادي الأهلي نصحتك إيه كمال لجمهير النادي الأهلي تطمنهم بإيه قبل مباراة العودة بص أنا بص هذكرك بموقف ما أنا مابلتهوش أبدا إحنا باللعب الترجف في استاد بورج العرب نهاية أفريقيا أسروم 12 وإحنا داخل فينا جون وكان خطأ من شريف إكرام كان جابه وليد الهشري من ضربة ركنية وبعدها سياة حن بتعادل قبل المبرامة تخلص أنا مباراة ستواحد واحد أنا على طول أول المحاكم صفر نزلت على طول أمت من عبدك على طول نزلت على طول في الملعب بشريف إكرام والله أكتف واختف جمهور بشتمي الجمهور ليس ما أشفش طبيعي حد زي طالع كده على داخل يميني وطالع بما عدي وداخل القوضة أخرب زي بنا عن الجمهور دلوقتي طبعا الجمهور بشتمي شريف وأنا كبعاً طالع مع الشريف بقى ككم قل 나 lui أي شريف هنكسب البطولة هناك إن شاء الله صح قل стقول إن شاء الله بإذن الله ويتبقى تنجب المقصر هناك وبالله أكسم بالله قل اjutقوا إن شاء الله هنكسب البطول هناك وهتبقى تنجب الممسر دوري هنا مهم جداً دوري هنا مهم جداً مع الشريف وفعلا نحن رحنا هناك المجارات كذا كانت أهل النادي كبير وأفضل من الوداد في كتير أفضل فنية في الملع فيقدر النادي الأهل هناك يقدر يسجل وإذا يكسب هناك يقدر لسه هناك بس أهم حاجة بس يبقى فيه عدل تحكيمي إن شاء الله يبقى فيه عدل تحكيمي هناك إنما مش معنى كده الأهل كسبان الأهل راح كسبان بصراح خسراه بصراح متعازم صحيح صحيح كابتل طريق تتوقع مين يلعب مباراة العودة مصطفى ولا الشناوي شؤال صعب بقى ده بقى انت كانت تحرجنا تحرجنا كده بقى بص هتبقى راجع بالآخر هتبقى راجع أكيد الجهاز الفني وحالة الشناوي ناوي طبعا جول نادي الأهلي وجول مصر وتاريخ كبير جدا وطبعا ما فيش شك إن المغارة اللي هناك هتبقى محتاجة حاجات كتير قوي محتاجة حاجات كتير جدا وحابات تحتها بقى حصورت كتير قوي 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 تحت الكلام اللي بقوله ده إنما في النهاية هي حرية طبعا ده قرار جهاز فني وقرار الناس المسؤولة في النادي إنما المغارة هناك هتحتاج شغل كتير جدا جدا في الضغط الجماهير والأم هناك طبعا هيحجمه والنهاردة هنا برضو ما كانش فيه حجوم كتير صحيح مصطفى طبعا بهدوء إذا دي تعابد مع المواقف اللي اللي جابت معها كوي قوي 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 وقاكبت أنه حارف مرمى كتير وحارف مرمى هيبقى لقى الله يبقى له شان كبير إن شاء الله إنما هناك طبعا المغارة محتاجة حاجات كتير جدا 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 فأتمنى التوفيق لشناوي يلعب مصطفى الشوكير يلعب طبعا أكيد معهم على لقفة تمنىهم كل التوفيق إن ربنا يكرمنا إن شاء الله إن شاء الله وناخد بطولة من هناك لأن إحنا الزلامنا سنتين سنة وثنة وثنة وثنين وعشرين صحيح كابتن الكبير كابتن طاري سليمان مدارب حراس مرمى النادي الأهلي الأصبك وأيضا مدارب حراس مرمى فالي المكول العرب الحالي أنا بشكلك شكرا جزية على هذه المداخلات نروح نشوف ماذا قال مرسل كولر بعد نهاية هذه المباراة ونر جان بكم من الكلام نحن نحن نعقا بأننا نحن نعقا بأننا نحن نحن نعادل عما في العرب لكنني نحن نحن نعادل من نحن سيئ challenge لكنني نحن 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 رقع المقارب في جهاز التحكم حيث نحن نحد الآن عن جهاز التحكم سيئة النحن مرات مدقب وكان لديه لا مزق الأمثال ونرى أن ترى أن تقلل وليس فقط يسأل فيها كل خير الصغير أنا لم أكن أولا، معلومات الواطنة إرتفاع ان تخلط للمنزل بالتأثير على مزافي wreانا ويقالت في أجل التنفيذ هذا حيث رقص الواقع ويقولون أيضا، فالهم للمعطار ف أنا طفاق اليوم الكثيرا سيدي وكامم بيس على الورد. هل يتنمون على أكثر؟ ويجب أن يساعد الانيين على الانتصال ويجب أن يساعد الانتصال Большому أنه بسعارة الحقيقة, و Bunny Me إنتبه للذى المجدد الذي أجير في الوقت نعم أنا بأكيد أن نيعه قدading ب piedوانية هذه هي الأمر بالفict فأول حاجة نحن نتكلم على نهائي دور الأبطال نهائي دور الأبطال معناها أنه منلاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين وأفضل فرقتين في القرى وصلوا النهائي مش معناها أنه نعمل كده حنكسب البطولة أو نكسب المطش ومطشات هتبقى سهلة يلعب منافس قوي فريق الوداد فريق كويس جداً بيلعب كرة كويسة تقدم مطش الناردة كويس وعنده فريق قوي نحن مملعبش نفسنا فمتوقع أنه يبقى فيه ندية طبعا النتيجة كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهاردة للي غيرت مصر المباراة ضرب الجزاء وكارت أحمر دي حاجة تقلب المباراة تماما لكن في النهاية احنا كسبنا لازم الناس تبقى عارفة ان احنا كسبنا احنا مخسرناش على فكرة وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جنب المغرب ان شاء الله فاحنا كسبنا وفرحين بالمكسب احنا قدرار من إنتهي قدرار الشيطان عندما اشترك اكبر اشترك احنا كسبنا يتبقى احنا كسب نفسي لا اجعله لا نوستكد ان تقلبانا ان احنا احنا كسبنا ان تطبع تستطيع ان احنا اتخاف نظر ان يتبقى كان بالتغير اخر من ان يكون على الأساته ولا يوجد الان من قوان المغرب وانات الايجرية جدا مقلق جدا اختيار غريب جدا لكن في النهاية بنتمنى ان هو يكون عادل وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين وان هو فعلا ان يفاجئنا بتحكيم عادل هناك هو اول حاجة ومش من حق مدرب المنافس ان هو يتكلم على اداءنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا لكن اسمحي ان انا مش هعلى على كلامه خاص غاضب جدا مارسل كورب من اداء التحكيمي في مباراة اليوم هيو بعد شوية معنا كابتن جايد جريش يقول لنا رأيه فيه على حالات التحكمية ميال شوية ان اتفق مع غضبه تحديدا في الطرد بتاعيه يا عطاية الله تحديدا كورة شبه انفراض الراجل لمس الكورة بيده ومسكها تقريبا يعني فطبيعي كانت تبقى تحديدا هنسأل برضو انا محبش دايما ايه احكم حكم بات على الحالات التحكيمية الا مع خبرنا التحكيمي كابتن جهاد جريشا في كل الاحوال عجبني جدا مارسل كورة لما قالك احنا خارجين من المباراة كسبانين واحنا مبسوطين من الفوز احنا مخسرناش وطبيعي والجملة دي برضو مهمة جدا ان انت بتلعب نهاية دولة طرق افريقيا بتلعب مع اقوى فريق قدامك في هذه البطولة فطبيعي يحاول وممكن يسجل وممكن تبقى المباراة صعبة مش سهلة مية في المية لا الزهاب ولا العودة كلام منطقي ومفهوم جدا باندن بروك الموديل الفني ليه الوداد كان له ايضا تصريحات مهمة بعد نهاية هذه المواجهة نسمع ونرجع نكمل كلامنا حشار خصف لتالي لن يهتم تغييرها نفس استغر monasterةdah تقليل وماما غير م Ärكي بخوط افراد قليل كلا مماراية صانداوس قادة مباراة lastedهاتي تحرق animeconnectي رائل الطبيعي تقول الها وبتكون حاضر جدا المارات الجاية هتكون مختلفة انتلعب مباراة العودة وعير فان اتذيج الخمسين في المية الاول Nederland عاملا الزايد فاكيد حساباتكية تكون مختلفة مباراة السينبا ما كنتacji عنا الموجود ولكن انا طب اكيد تبعت اللقاء كان عامل ازاي? ومعنى ان انت تكسب واحد سفر وبعد كده تلعب ضربات جزائق وتقدر تحسم التأهل فكل دي حاجات بتصبف صالح قدقي انت فاريق قوي قدقي انت فاريق متميسك وعندك الرغبة ان انت تحقق الانتصار وتحسم التأهل لصالحك وده اللي حصل فعلا ولكن مرة تانية بأكد ان السيناريو المباراة الجاية هيكون مختلف فانسى اي مباراة كانت تتلعب تقبل كده على ملعب الوطن طيب بصي بقى يا سيدي الكلام اللي هقوله اللي جاي ده مهم جدا ان احنا نركز فيه مع بعض ونفتكر او نستعيد يعني ايه اهلي مش بقول كلام خيالي عايزك تركز معايا وتتذكر وتعيش يعني ايه اهلي كابتن طارق سليمان من شوية وقت ما كان في الجهاز الفني للنادي الاهلي في 2012 بطولة اللي حصل عليها النادي الاهلي في تونس من الترجي التونسي في رادس كان سيناريو مشابه ويمكن اسوأ بكتير كمان اللي هو ايه هدف للترجي وبعد كده هدف تعادل للأهلي في مباراة الزهاب في الكار واجه الاهلي راح هناك وكسب المباراة وفاز بهذه البطولة بعد ما خرجت الجماهير وهي غاضبة كابتن طارق سليمان بيقولك كانت بتهاجم شريف اكرامي وبتشتب شريف اغرامي عشان كانت غلطة غلطة الهدف منه واللعيبة وهجوم وا 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 والاهلي راح العودة بتونس وفاز بالمباراة وفاز بالبطولة طيب ده موقف من قريب اوش مش من قريب اوش يعني 11 سنة طيب خدت تقيلة بقى عشان دي انا اشتاها اشتاها من ارض الملعب كنت بغطي هذه المباراة 2006 الاهلي يواجه الصفاكسي التونسي والاهلي بجيل زهبي وفي افضل احواله الفنية على الاطلاق في عام 2006 على الاطلاق عمل مباراة نهائية مش طبيعية ورائعة امام الصفاكسي مباراة الزهاب وسجل هدف وسجل هدف وبعد كده هبه الصفاكسي تعادل هبه خطر ده انت احسن بكتير ووقتها الصفاكسي كان فرقة تقيلة قوي كريم النفطي وزميله لو تفتكروهم يعني وكان معهم انيس بو جلبان اللي بعد كده راح النادي الاهلي فخلاص الموضوع يتعزم انا فاكر كويس جدا وانا خارج من الاستاد شايف جماهير النادي الاهلي وهي بتقول احنا هنروح تونس احنا هنشجع الاهلي في تونس الاهلي هيكسب في رادس سيبك من جمهوري النادي الاهلي منو الجوزيه المدير الفني للنادي الاهلي وقتها وكان واحد واحد مش نين واحد زي النهار ده واحد واحد شاف لعبة الصفاكسي في قط اللبس بعد المباراة بتحتفل وكأنها فازت خلاص بالبطولة دخل منو الجوزيه للقوضة بتاعتهم وقال لهم انتوا بتحتفلوا ليه احنا هنروح تونس وهنكسب البطولة من هناك وهتشوفوا دخل لعبته وقال لهم احنا مش هنخسر البطولة دي وهنكسبها راح الاهلي هناك وفاز بالمباراة وفاز بالبطولة انا بقولي الكلمتين دول ليه عشان فيه شوية احباط واحباط منطقي بعض الشيء والاحباط جاي منين ان الاهل نهار ده عمل مباراة كبيرة جدا جدا عاف لو الاهل نهار ده بيلعب مباراة وحشة كنت هتفرح وتقول ايه طب الحمد لله ان احنا كسبنا لك عشان الاهل عاب مباراة كبيرة قوي كنت عايز تكسب 2-0 و3-0 و4-0 كمان وتنهي البطولة بس ما تيقس ابدا وانت بتشجع الاهلي ما تقلقش مش بقولك كده الكلام الرناني اللي هو اللي بي زي بيقوله كده ايه بيدغدك المشاعر وبيخليك تحس انك مبسوط وسعيد وفخور بفرقتك وخلاص لا بس التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول كده قصة ما حكيتها لك تقلق 2006 دي عشان ما تقولش كريم بيجيب كلام من دماغه تعال اوريك شوية تصريحات مهمة جدا دي تصريحات انيس بوجلبان اللي كان وقتها بيلعب في الصفاكسي شوف بيقول ايه بوجلبان قال في تصريحاته انه عندما كان لعبا في صفوف فريق الصفاكسي التونسي خلال مباراة الزهاب نهاية دورة ابطال افراكي 2006 حدث موقف غريب من منويل جوزيد داخل غرفة خلع الملابس وقال بوجلبان ان مباراة الزهاب بين الاهلي والصفاكسي انتهت بالتعادل اجابي واحد واحد وتفاجأ الجميع بتواجد منويل جوزيد يقتحم غرفة خلع ملابس فريق الصفاكسي التونسي ويوجه لهم رسالة صادمة قائلا لا تفرحوا بهذا التعادل توجد معركة قوية في المباراة النهاية بوجلبان قال كمان ان الجميع تفاجأ من رد فعل منويل جوزيد وقتها وهو متواجد في غرفة خلع ملابس فريق او الفريق المنافس وبعد ان كان عندنا اريحية بعد التعادل ارتجف الجميع ركز ارتجف الجميع وبالفعل اقتنس الاهلي وبعد كده الفوز عن طريق هدفه في الدياعة الاخيرة من المباراة وفازه ببطول الدورة ابطال افريقيا في مباراة العودة تعال بص بقى اللي بعدها جماعة تصريحات منويل جوزيد كمان لو معانا منويل جوزيد كان له تصريحات ويحكي هذا الموقف في مناسبة اخرى اهو جوزيد يحكي يحكي حين قبلغه مدرب الصفاكسي بالفوز باللقب افريقيا في تونس بعد المباراة راح للمدرب بتاع الصفاكسي وقال له قال له احنا هنكسب البطولة في تونس انا عايز الحالة دي تبقى عند مارسل كولر تبقى عند لعب النادي الاهلي تبقى عند جماهير النادي الاهلي مارسل كولر كان واضح جدا انه غضبان النهاردة بعد المباراة او حتى في الدعاء الاخيرة من المباراة غضبان طبعا انه الفريق دخل فيه هدف عكس السير انه كان فيه اخطاء تحكمية من وجهة ناسه اللي هنتأكد منها من الكابتن جاد جريشيا بعد اللحظات كل الامور دي غضب منطقي وغضب طبيعي من مارسل كولر اللاعبين زعينين شفت حسين الشحات ومتدايق جدا واخيري وعمال يقول اللعبة كانت تضغط وكان المفروض يحصل ويحصل انبسط وفخر انك بتلعب في الاهلي فما تقلقش المهم انك تبقى جاهز طيب هل ده كلام وخلاص كلام تشجيع يعني عشان اهد الناس يعني لا لو بتتكلم على المستوى الفني لو بتتكلم على المستوى الفني انت بتتكلم بتتكلم بعد 30 دقيقة هتوليك مع الصورة بتاعة البوزيشن او السيطرة للنادي الاهلي في اول 30 دقيقة كيتعاملة ازاي انا شفت حاجة ما شفتهاش في الكرة قبل كده ما شفتهاش في الكرة قبل كده النادي الاهلي يستحوز على 82% استحواز للنادي الاهلي مقابل 18% للودان والله بدون مبالغة والله بدون مبالغة منشستر سيتي اقوى فريق في العالم يستحوز على الكرة ما شفتهاش طبعا مع فارق المستويات هنا وهنا يعني انت تلعب على مستوى بتاعك هو بيلاب على مستوى بتاعك بس منشستر سيتي في مفرقات اوروبية هو فارق كتير عن فرق كتيرة ما بيعملش البوزيشن ده برشلونة في جيله الزهب العظيم اللي كان بيستحوز فيه على الكرة ما بيسيبهاش ما كانش بيعمل البوزيشن ده فانت اهلي النهاردة فنيا اكيد احسن من الولاد على مستوى كل الخطوط على مستوى كل الخطوط حرفية فانت فنيا ما تقلقش على الاهلي انا بس رهاني الوحيد رهاني الوحيد واللي ان شاء الله نكسبه بإذن الله انه الاهلي يبقى في حالة معنوية ونفسية جيدة وما يحسش انه داخل المباراة العودة وهو خسران او هو الآن او هو اصلا نخسرته قبل كده نهايين في ملعب محمد الخامس في 2017 و2020 والأمون ممكن العفوان في 2022 فالأمون ممكن تتأذم وممكن تتكرر لا لا ما يحطش في دماغه الكلام ده كله انت افضل فنيا تفوز على فكرة الاهلي في 2017 ما كانش افضل من الوداد بصراحة شديدة فنيا ما كانش افضل من الوداد في 2022 بصراحة الاهلي ما كانش افضل من الوداد 2023 فنيا الاهلي افضل من الوداد والاهلي هيفوز بالبطولة لانه افضل فنيا ده خلاصة القول الكرة تحكم الكرة تحكم انا كورتي احسن انا افضل هكسب وتاني تذكر معي جيل 2017 وتذكر معي المستوى وحالة الهبوط البدني والاصابات والغيابات وظروف المباراة بتاعة 2022 افضل احواله لكن في 2023 الاهلي افضل من الوداد فهيفوز ان شاء الله في المغرب في مركب محمد الخامس قدام جماهيل الوداد باذن الله باذن الله طيب نروح ليه الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا خبرنا التحكيمي يقول لنا غضب مارسي الكرة النهاردة من الاداية التحكيمي كان غضب منطقي ولا لا كابتن جهاد مشرفني ومنورني كريم صباح لك وعلى كل مشاهدين النهاردة ايه اللي حصل هل الحكم اضار مباراة جيدة ام اضار مباراة سيئة هل الاهلي كان له فعلا ضربة جزاء وبطاقة حمراء لفريق الوداد ولا ما كانش فيك كلام بص انا اقول لك النهاردة حكماء الفار ادوا مباراة ممتازة ممتازة النهاردة اه النهاردة الفار كانت ممتازة ومميزة النهاردة حكم النهاردة كلين حدثنا الحكم طبعا خبرات قليلة وكان فيه اهتزاز مخصصا بعد الرجوع للفار والغاء الراكل جزاء اللي تم احتسابها للنادي الاهلي طبعا الحكم الفار شرك الجزاء قرب الرأس المدابع الوداد وبعد ذا بعد اللقطة دي كان حسنا باهتزاز الحكم وهداز كارات الحكم الخبرات اللي موجودة كان حكم ليبي لسه 15 مباراة عمره التحكيم الدولي فبتتكلم برضه قبرات وله لكن خلنا أقول يا كريم أنه ما فيه خطأ تحكيم مؤثر في المباراة يعني اللي الله تبتع حسين الشيحات يطلب بها اللي بدأ 8 رجل جزاء الاحتكاك اللي كان حاصل ما فيه خطأ على المدافع لا فيه دفع ولا فيه مات ولا فيه عرقلة ولا فيه أي حاجة كان طبيعي جدا اللي يرقى الاحتكساب رجل جزاء نفسها هربط بها بينها وبين كورة علي معلول اللمسة اللي حصل في ظهر اللعب الوداد دي لا ترك برضو الاحتكساب رجل جزاء بنتكلم على اللعبتين معيارهم واحد إن احنا الكورتين نصف الاحتكساب رجل جزاء سواه في اللعبة دي والسواه في اللعبة دي الاثنين حكام البر اللي موجودين المراجعة كالصحيحة لحد غيرهم كان ممكن يعمل مشكلة كبيرة نهاردة لو تدخل تدخل الجزء صحيح تمام اللقطة اللي اللي صارت الجدل في موضوع الطارب لا قابل الطارب الكورة بتاع حسين الشحاد ضرب الجزاء ولا لا مش اللي انه هو حدر التانية اللي بتكلم على التانية ولا الاولى اللي هو ويع فيه هدية اللي في دي jam 8 دي مفيش فارك الجزاء اللي كان في احتكاج اللقطة التانية اللي من ورا الجون كان فيه لقطة صريحة لا الكورة بتاعت حسين الشحاد اللي في دي jam 36 وتلاتين لما ارسل كلها الاعتراض عليها في المؤتمر الصعفي. انا بقول لك. انها واضحة. هو اللقطة اللقطة تحكمان اللي تباين فيها جدا ان رجل لعب الوداد على الارض. مفيش دوس على القدم ولا فيه عرقلة حصلت. اللقطة دي لازم يا كريم فيها صفارة. الصفارة كتها تطلع وكان بفيه استيميليش عن عسين الشحاب. طب معلش انت بتقولي تمثيل على حسين الشحاب. كابتن جهاد معلش انا 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 جايب. انا باحث اخار انا انا جايب سور دلوقتي ممكن 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 ما يكونش دايس على رجله. بس. خابة السمانة واضحة يعني. انا انا. مش دا. مش دا يعتبر احتي بجاجعة يا كابتن جهاد. انا بتفرج على لقطة حكمية大的 video. كانت الصور ممكن نلعب فيها. لا لا لا. عفوا انا اكيد مش انا بالعب فيها. انا 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 بكلمك. انا بكلمك. انا بكلمك. الصور اللي في في الشال ميديا بكتة دي. لا. كابتن جهاد واحدة واحدة بس واحدة واحدة. معاك واحدة الخارط. على الفيديو اللي انت شفته. بسيبك من الصور خلاص انت عندك حق المناسبة. انه الصور في كثير من الاحيان بتبقى خدعة. مش اختلف معاك. بس على الفيديو. بس عشان احنا مش هنيدر نجيب الفيديو فبنحاول نجيب الصور. ايه الفيديو اللي انا شفته الرجل الرجل المدافع آآ الجداد على الارض. موسطتش القدم حسين الشهاد بقى احلم الاحواد. يعني مفيش اي حسن. وبالتالي مفيش احنا حسنين سوف راجل الجذاب ايه? ودي المراجعة على فكرة اللي حاكم الفرش عارضها. اللاطة اللي ورا الجون كتواضحة جدا. يعني مفيش اي تلامس حصل. مه. بين رجل لعب الوداد واحسن الشهاد. تمام. الكرة الكرة بتاعت الطرد. الطرد. نتكلم في المعيار معيار الفرص المحقق. اربع اربع نقط عشان تطرد. مه. اول حاجة السيطرة والسيطرة المستقبلية كان فيه اتنين لعيب على فكرة من الاهلي هي بروس انفراد. عزيز. ما هو ده كان اخر تاني مدافع اللي هو كان في نص ملعب النادي الاهلي. اللي اللي لعب كرة بليه. اول معيار اللي هو عادل المدافعين. في عادل المدافعين كان مفيش حد هيغطي عليهم. داني حاجة الفرص السيطرة والسيطرة المستقبلية على كرة كان موجود. دالت حاجة المواجهة للمرمى كان هيبه موجود. الحاجة الوحيدة اللي اتنزلني من كارت الاحمر لكارت الراسفر في المسافة. المسافة بالمنظر ده في نص ملعب النادي الاهلي. بالمشوار اللي هيروفه المهاجم بالمنظر ده. اه لا يمكن يبقى فكرة احمر. لا يمكن. لا يمكن يبقى فكرة احمر. ليه? لان المعيار المسافة ده معيار اساسي من الاربع معيير اللي لو نقص فيهم معيار واحد. الفرصة المحققة بنزل من كارت الاحمر لكارت الراسفر. طيب. ليه اللي فيفا بتكلم. ايه اللي فيفا في القصة دي? انه ممكن ما فيه لاعب مدافع سبرينتر. ممكن يعمل سبرينتر. ويالحق اللي لاعب في المسافة الكبيرة دي. انت بتكلم على اكتر من نص ملعب. وبالتالي استحالة كارت احمر من نص ملعب بالمنظر. ده هو لك على قصة احكمية كريم. في كاس عالم شباب. اللي كان في نص ملعب نفس المكان. ده تبقى لانشي كرة بالإيه. ده هو مسك المهاجم اللي راح بوشه راح للجون من نص ملعب المنظر ده مسكوا من وسطه. وقفوا. تبتكلم اكتر واقعية من دي كمان. بس برضو معيارها كارت اصفر مش كارت احمل عشان معيار المتافة الموجود في اللاقة دي. طيب. وبالتالي وبالتالي مراجعة حكم الفار. المراجعة الصحيحة اللي حصلت. آآ بخبراتهم آآ مشوا مع معيار الفيفا. وبالتالي انظار انظار مستحق. وبش فاكرة تحمل. يعني الملخص انه الاهلي اليوم لم يستحق ضرب الجزاء وايضا لم يستحق الوداد بطاقة حمراء ليه حياتيات الله في الكرة داية. بالضبط ونفس الكلام الاهل الوداد اللي هفتحك راكل الجزاء بتاع علي معلول اللي برضو عافية جمهور الوداد وفي المغرب قال بني الدنيا على العرب تعالي معلول. برضو ببالله ترك الاحتساب راكل الجزاء هم نتكلم كميار تحكين سواء للاهلي او على الاهلي او للوداد او على الوداد هم نتكلم كتحكين. عضو. لكن احنا كلنا كنا حسين ان الحكم مباراة اكبر منه كخبرات وكده لكن في الاكر ما فيش خطأ تحكيم مؤثر لوجود اثنين من حكام الفار اللي موجودين في كمينة الفار نجحوا المباراة النهاردة تحكيميا بدون اي اخطاء تحكيمية مؤثرة. في اخطاء اه في اخطاء وفي اخطاء كتيرة ونظارات كتيرة كتب مستحق على الحكم ما تدهاش. لكن ما فيش خطأ تحكيم يؤثر على ديكت المباراة. ده الاهم. طيب. حكم مباراة العودة كابتن جايد باملاك. اه شايف انه هيبقى حكم جايد لازي اه حكم جايد لازي المواجهة. اكلام اكفى حكتيني فينا كريم. اولا اه النزاهة وال والراجل الفير والراجل ما بيروحش يمين ولا شمال ما بتأثرش في مهور ولا وضغوط موجودة ديت. واجمهور الاهلي اصدق في الكلام ده. الكلام اي باقوله جمهور الاهلي. ثقفة نزاهة الراجل اللي باملك داوت وثقفة في شغله في الملعب. لكن ما هو بعد المباراة هيعتزل دي انا انا رفضها قربة موكيبة لو ده حصل. لان ما ينفعش حكم يعلن اعتزاله بعض المباراة ويروح يدير مباراة نهائية بالمنظر ده. فده لو حصل ايبقى عليه كومنتات كتيرة. لكن الراجل لو استمر وادات حكيم محترم وخرج بعض المباراة بصورة محترمة. ومشكلة في المباراة يعني لو اعتزل لا فيش عندنا مشكلة. لكن لو في مشكلة في المباراة واعتزل بعض المباراة يبنى علوم الاتحاضر الافريقي ان هو كان على علم بعد المباراة دي ده ضحصل برضك الكلام مش مؤكد بس الكلام اتقال كتير جدا. لا فاهمني 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 يا كابتن جاد يعني لو هو خلص المباراة دي في ختم مشوار ومسلا في نهاية دور ابطال افريقيا واعتزل بعد المشكلة. هو انت ممكن بعدها هتاخد القرار لكن القرار لو مسبق قبل المباراة ان انت تحتزل ده غير مقبولة كريم. ليه بقى? ليه بقى? لان انت هتسكت كتير او في التحكيم هتسكت كتير بقى في الحكم. الحكم عارف ان ده اخر مطش دي مش مؤتم به او تبتح ابواب لك. عن التحكيم في المباراة. لو ده موجود. وبالتالي احنا ما ينفعش تقول انا هتزل بعد المباراة دي. ده مباراة كريم ليا. مباراة في كلام على نهاية دور ابطال افريقيا. المباراة دي مهمة جدا لفرقيتين كبار زي الاهل والوداد. وبعد نتيجة المطش الاهل الزهاب الثنهاردة هتبقى مباراة مهمة جدا. اي خطأ تحكيم مؤثر هيبقى مشكلة كبيرة سواء للوداد او للاهل. صحيح. وبالتالي نحن عايزين اداة تحكيم محترم من اي ان كان من اللي هيكسب. صحيح. وطبعا كمصريين نتمنى مواصل مطر الاكسب. نتكلم على التحكيم عايزين تحكيم محترم في المباراة. صحيح. عايزين الناس تخرج من المباراة ده خد حقه وده خد حقه اي ان كان من اللي هيكسب في المباراة. مظبور. الاختيار هو اختيار اه حكم خبرات اللي موجودة. احنا عندنا ثلاث اربح حكام خبرات مع حكام الشباب. ومصرور المباراة دي فعلا حكم خبرة. هتمنى للتوفيق. لكن التخاوف اللي موجود عند عند جمهور الاهلي بتكلم على الاشاعة بتاع الاعتزال ده. طيب. 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 وده النقطة للتخاوف. كابتن جهاد الوقت الضايع في الشوت الاول كان خمس دقايق. الوقت الضايع في الشوت التاني كان ثمان دقايق. هل تتكلم ان الحكم النهاردة طبق فكرة تطبيق الوقت الضايع الفعلي من المباراة? يعني كان في اه هتلاقي في ناصحة من حكام الفر اللي موجودين ببرده هما اللي تلاقيه لوله وكلام معهم اللي يحسبوه له ده. وده موجود في البطولات الكبيرة ان حكام الفر هما اللي بتدخلوا وبيتدخلوا الحكم بالوقت البضل اطلال ان هما بيحتسبوه ده. بستبوطش معهم وبالتالي الرقام اللي اتقدت دي مش مش هو تأديره هو. ده قرارات مباشرة من حكام الفر اللي موجودين معا. وده مفقود يحصل في مباراة العودة? ده طبيعي جدا لازم يحصل. طبيعي جدا ان تحكيم الدولة في المباراة كبيرة زي كده لازم حكام الفر يدخل ومش تأديره دلوقت الوقت الفضل الضايع. دلوقت الفضل الضايع دلوقت يحتسب ويحتسب بدقة عشان يحقوق. وبالتالي التحاد الدولي بي اه بي اكد علىها جدا ولازم الحكام يشتغلوا علىها بمتعد. عارف سأنتك السؤال ده لقى عشان بقى لقى من فكرة ان المبارات وتضيع الوقت في المغرب والتفاصيل دي فبقى لقى منها لازم الحكم يكون تقيق جدا حكم الفر بالذات اللي موجود يكون تقيق جدا في احتساب الوقت بطاعة زي ما حصل النهاردة من شكام الفر اللي بقول لك النهاردة هم نجوم المباراة وحكمية الفر النهاردة وبالتالي هم يشتغلوا على شغلهم على حسن صورة اتمنى نفس المعيار ونفس الاداء يحصل في مبارات العودة ان شاء الله كابتن جهاد جريشة خابرنا التحكيم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة احنا سنكملين مع حضراتكم تحليل ما حدث في مبارات اليوم مع واحد من مدربين النادي الاهلي السابقين الكبار الفائز في بطولة دورة ابطال افريقيا 2013 الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف خليكم معنا احنا بحضراتكم مرة اخرى بصوا ديفي النهاردة بيغيب عليك كتير بصراحة وبكتير ما بشوفوش بس دايما بيوحشني دايما ديف عزيز رائع جدا ومميز جدا مدرب كبير محلل رائع وكان لعب كبير قوي 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 اللي مفرقش عليه يعني عشان فيش فائد شباب صغير اللي ملاحقوش شافه الكابتن الكبير اللي معايا النهاردة الكابتن الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفني الاصبك للنادي الاهلي الفاز بطولة افريقيا دولة ابطال افريقيا 2013 كابتن يوسف مشرفني ومنورني وحشني جدا حبيبي جدا انا كريم وانت وحشنا اكتر وحمد الله على السلامة الله يسلام عليك مبروك على التكريم اللي كان في المهرجان في الكويت حبيبي وسعيد طبعا نكون معاك النهاردة ومتقلق دايما ده شرف كبير يا كابتن يوسف اخبار حضرك ايه الحمد لله النهاردة هبدأ من الاخر من الاخر خالص مش من الاول لما الهدف دخل في الاهلي بعد الهدفين حصل لك حالة الصدمة اللي حصلت زعلت 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 لان 2-1 غير 2-0 خالص وزعلت لاني الودادة انا شايف دفاعهم بحراسة المرمى النهاردة كانوا في اسوق حالتهم فكنا لازم نستغل الحالة دي ان احنا نزود عدد الاهداف خصوصا ان احنا اضعنا اكتر من فرصة زعلت لاني كمان كان ممكن كولاري يعني شوية بدري يغير فالتغييرات دي كانت ممكن تدينا صلابة في نص الملعب خصوصا ان الوداد لاعب الشوط التاني بشكل مختلف خالص فاندنبروك نزل الشوط التاني يغير استراتيجيته تماما عن الشكل اللي كان بلعب به الاول صح في الشوط الاول كولاري يدخل او يغعمل تغييرات ينشط شو بعد الهدف التاني الهدف التاني اللي جابه كهرباكا في الديها 59-60 صح كنت لازم بعديها على طول تعمل تغييرات تغير شكلك انت كمان ان انا عندي صلابة فوسط الملعب هما هيبدأوا ييجوا لان هما اتنين سفر بالنسبة لهم لازم اسجل بك نتيجة تقيلة لازم حيفكر يجيب جون لو واحد سفر ممكن يسيبك وروح مش مشكلة لك اتنين سفر لازم هاطلع من الملعب روح عليك وبالتالي كنا لازم نقفل لنص الملعب بشكل اقوى شوية ونبدأ نغير تغييرات فيها سرعات قدام زي مثلا محمد شريف زي احمد عبدالقادر طهر محمد طاهر افشة حاجة قدام بحيث اني تقدر تجيب الهدف التالت اه تتكلم على المهاجمين كمان اه اه انا بتكلم على ان حتة وسط الملعب وصلابة وسط الملعب وتبدأ استغل المساحات اللي هتتواجد عندهم لكن في النهاية انا دايما حتى في اللقاءات اللي كنت بعملها من فترة قلت ان المباراة مش بس التسعين ديها اللي في مصر ايوه اه ايوه انا خدت المباراة دي يعني مرتين تلاتة انا لسه هقوله هو انت بقى اكتر واحد زي بجلو يشاهد عين على كل المشاهد دي مشاهد ان الاهل يبقى حاسم الامور مشاهد ان الاهل يتحط في موقف صعب قبل مباراة العودة مشاهد كثيرة في مباراة كثيرة افريقية فانا برضو ببقى عايز اقول للناس ما تحبطوش اه ازعل شوية ازعل اولا خرج كذبان ازعل طبيعا ان الهدف فعلا عكس المجريات تماما بس ما تحبطش فانت اش قلنا بقى قلنا المشاهد اللي انت بس احنا عدينا بنفس الموقف ده في 2012 وكنت مدرب عام مع حسام البادري واحد واحد في البرج العرب مع الترج اه في برج العرب صح وكان هم المتقدمين هم المتقدمين واحد صفر الشوت الاول وبعدين اتعادلنا معهم الشوت التاني وفي الوقت ته كانوا هم خسروا اتنين لعيبة لو تفتكرت كانوا سامح الدربالي خسروا الاتنين اللي بلعوا في الجنب اليمين سامح الدربالي وسموا الافول صح ودي كانت مفتاح من مفاتيح الفوز بتاعنا في المباراة العودة صح اه عايز اقولك على موقف تاني برضو حصل ان دايما المباريات اللي هي القمة يمكن احنا كسبنا 3 واحد هنا في الترجي في 2018 ايوه وروحنا هناك خسرنا 3 سفر ايوه فدي برضو من المباريات اللي عايز اقولك ايه انه مفيش حاجة مضمونة بعد مباراة الزهاب اه يعني سواء كسبت كتير فانت مش ضامن انه خلصت فوزت بالبطولة انا معاك وسواء ما كسبتش او تعادلت فده ممكن انت خليك تكسب البطولة عادي ويديك فاحنا دايما المباراة انا كمان اديت كمان ذاكرة مهمة جدا مباراة الصفاكسي والصفاكسي واحد واحد اقول لها اه المباراة دايما اللي هي ذهاب وعودة ويكون نهائي مش من وراء واحدة دي لازم تفكر في المية وتمانين دقيقة كلهم وتفكر في السيناريوهات بتاعتهم وتفكر ازاي اتعامل مع المية وتمانين دقيقة طبعا في تسعين دقيقة عندي وتسعين دقيقة في الملعب المنافس لكن هناك وارد جدا 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 ان الاهلي لو لعب بالطريقة الصحيحة وما خافش ممكن يجيب اهداف هناك بشكل قوي جدا حلو انت بعد مباراة ذهاب وفيها نتيجة مش مطمئنة بتخش تقول ايه اللعيبة بتخش كلهم محبط بقى حالة صعبة بتخش تقول لهم ايه لا طبعا بنا بخش انا اساسا يا كريم كمدرب لازم اكون مأهلهم من قبل المباراة ان دي شوت مش مباراة كاملة صح دي شوت يعني احنا خلصنا شوت وهنخش الاستراحة بس بدل ما هي ربع ساعة هي ست ايام وهنلعب يوم الحد اللي هو 11 الشوت التاني فدي احنا متفقين عليها ومجهزين نفسنا نفسيا الكلام ده من قبل المباراة الاولى ليه لان انت لو جيت اختلاء يعني غيرت كلامك في الفترة اللي هم المباراة اللي هنا واللي هناك كأنها مباراة واحدة من شوتين صح النهاردة كان فيه ايجابيات كويسة جدا شراسة قوية جدا الحلم الاجابيات دي اللي هجيلك فيها كابتن يوسف الشوت الاول تحديدا بعد 30 دي ظهرت على الشاشة احصائيات المباراة وظهر رقم عظيم جدا 82% نسبة استحواز الاية 18% نسبة الاستحواز ده اصلا نادر الوجود في الكورة يعني انه يبقى هذا الفارق الكبير كريم النهاردة والاول ربع ساعة بغاية ما الساعة جاية 16 دي وكسور الكورة ما كانتش راحت لمصطفى شبير صح ما راحتش حرفيا ما راحتش لمصطفى شبير صح فمعنى كده ان انت انزلت خط المبادرة منهم ضغط عليهم على طول حتى لما الكورة كابتطلع كابتطلع لسامبو سامبو الواحده مع ياسر إبراهيم ومحمد عبناء وبقدروا يسيطروا عليها وتتحط تاني والتسعة او التمانية بمعنى اصح اللي هم الاربعة بتوعه وسط الملعب والخمسة اللي قدامهم تسعة كلهم تحت الكورة يمكن في اخر 30 متر صح الاهلي النهاردة انت تحدست عن فكرة انه الدفاع بتاع الوداد النهاردة ما كانش جاية حتى الحارس حارس المرم طايع النهاردة ما كانش في افضل احواله بس تتكلم على الدفاع الوداد اللي هو اقوى طفعة في البطولة تتكلم على الحارس المطايع اللي هو بيتقال عليه الوقت انه هيتضم للمنتخب المغربي في المعاصر جاية عامل مستوى رائع جدا مع الوداد فكونين الدفاع النهاردة بتاع الوداد يزهر بالشكل ده وجونين الحارس يزهر بالشكل ده ده برضو تفوق من الاهلي والجهاز الفني واللعابين طبعا لان انت لو رجعت للبطولة هتلاقي لما تعمل احصائيات للبطولة هتلاقي انه اقوى خط هجوم هو خط هجوم من الاهلي اه ما بعد صندوون جفر ياه ده فين صحيح فالنهاردة انت بتتعامل مع صندوونز خرج فانت بتعامل مع الاقوى تفاع دلوقتي قدام اقوى هجوم صحيح النهاردة بأمانة لا الشوط الاول كان هجوم النادي الاهلي باكتساح يمكن احرز هدف وكهرباء اضاع كرطين يعني كان لازم يحدى يجيبها خصوصا اللي هي الانفراد اللي كان ببطن رجل كان لازم يحطها لكن قدر يحرز هدف الثاني اللي اتعملوا من حسين الشحات كرة جميلة جدا برضو اتعملت من حسين الشحات لكن احنا الشوط الاول قضعنا فرصتين ثلاثة كنا ممكن يعني نحرز بينهم على الاقل هدف كمان بس انا هقولك على حاجة برضو النهاردة سوق حالة الدفاع بتاع الوداد جاي من تفوق الناحية الهجومية بيرستاو النهاردة رائع رائع حسين الشحات هايل رائع كرة اللي عمل هالو يعني حسين النهاردة عمل أسست وحدة لبرستاو وحدة لكهرباء فانا بقول ان هجوم النادي الاهلي النهاردة الشوط الاول بالتحديد كان مميز جدا 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 صحيح انا عايز اسألك بقى على واحد واحد بصراحة فيه عشان دول كلهم يستحقوا الاشادة حسين الشحات منذ انضمامه للنادي الاهلي وماقدمش مستويات كبيرة او على الال مش المستويات المتوقعة بإمكانيات حسين الشحات الراجل تحول هذا الموسم تحول بقى واحد من اهم الركائز في النادي الاهلي واحد من اهم اللاعبين لو الاهلي يجاب عنهم في المباراة واحدة يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا تفتكر ايه سبب التحول في هذا الأداء لحسين الشحات؟ كولر 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 عمل حاجة صغيرة قوي حسين الشحات كلنا كنا بنشوفه ان هو راجل ناحية اليمين كولر نقل له ناحية الشمال فاصبح حسين الشحات بيلعب بالرجل الداخلية بتاعته صحيح للداخل ايوه حسين لعيب كرة حسين لعيب كرة يعني لعيب بياخد الكرة ويستلم ويلعب زي ما انت بتشوف النهاردة بحاول يعني اكتر من كرة بيحاول يخش وبيحاول ان هو يعني يراوخ جوه التمنتاشر ياما ضربات جزائية ياما بيفوت وجاب جوان كتيرة جدا حتى في الودات ذات نفسه لو تفتكر في بطولة 2020 لما راوخ وحط جوان عمل ريكورد كويس جدا في نهاية نهاية ابطال افريق فاللي انا عايز اقوله نقلته ناحية الشمال فخلته طبعا يتنقل في حتة تانية بالاضافة ان اول محسين جي نتيجة الرقم اللي جي بي ده حط عليه لود وخلى التوقعات بتاعت الجمهور يبص الحسين مكرنة بالرقم اللي جي بي فعايزوا ياخدوا الكورة من حرس المرمى مش ناوي او مثلا شو بير ياخدها ويروح يحطها لك في الجون ما الرقم كبير رغم ان مش ده الواقع فهو الضغط هو الضغط والجمهور حط عليه ضغوط لدرجة ان لو تفتكر جات فترة كانوا بيطلبوا يعني كانوا بيقولك حسين الشحات لا ده صفقة يعني بدأوا يشككوا في قدراته لكن نقلت كولر ليه ناحية الشمال خلته يروح في منطقة تانية خالص وخلته يلعب مرتاح يعني انا حاسد دلوقتي ان كولر عمل حاجة ذكية جدا انت عندك علي معلول علي معلول احلى فترات حياته لعبها لما كان مين قدامه رمضان صبح الله ينور عليك رمضان بيعمل ايه رمضان راجل بيخش الجوه وعلي معلول بيخرج لبرة جاب له واحد كولر بقى جاب واحد نفس مواصفات رمضان ان راجل بيروغ لجوه يخش فبيفضل مين يفضل علي معلول اه لا احسن لا بيخش جوه يعني انت عندك محورين للهجوم من ناحية الشمال صح ان واحد بيخش الجوه يراوغ ويعمل دبل باس ويخش يلعب اه وبعدين ممكن يعمل باك باس بعد كده او يعني يعدي وبعد كده يتصرف يعملها زي الكرة اللي نهارده اللي شالها البرستاو وعندك واحد محور خارجي يهاجم زي علي معلول ويعمل لك كورسات او الباك باس برضو بشمال نفس الكلام من ناحية اليمين بيرستاو رعيب مراوغ النهارده دخل اكتر من كرة بس حظ وحش انه كل ما يسدد الراجل زولا ده يقفل عليه وهم شايفين وبصين على بيرستاو كويس اوي 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 اه فزولا النهارده قفل عليه في اكتر من كرة وعندك محمد هاني هو اللي بيطلع او لو كان مسلا خالد او يعني بس محمد هاني هو الفترة الاخيرة اللي بيلعب انه فانت عندك محورين مختلفين خالص في حتة الناحية الهجومية بالاضافة بقى الهجوم العمق عن طريق كهرباء عن طريق محمد شريف عن طريق افشا فانت تقدم طبعا ديانجو وحمدي فتح فدي نقلت حسين في حتة تانية حراجنا شرحت جزئية عبقرية وتشرح لجمهور النادي الاهلي كمان ليه بيرستاو بيشوف بيرستاو وحسين الشحات بيشوفوهم دايما في العمق يعني عادة الاجنحة كيت في الاهلي او كثير من المدربين يستخدموا الاجنحة بالشكل التقريدي انت اجنح خط تدي عرضيات وخلافه حسن لكن حركة شرحت انه الاثنين بيبقوا في العمق عشان يسيبوا للبكات انه هما ينطرقوا محمد هاني او علي معلومة هي دي الفكرة اللي جات هي اول ما اول حد عملها ايه انت لعبت برشلونة لما كانت بتلعب نمار وميسي يعني انفاكر انت الفترة دي ووسع لدانيالفش ويخش بس كذا انت عندك بكين بيطيروا صح فانت لو قفت الجناح او الوينج وقفته على الخط قفل على الباك خبطتوا ببعض قفل على الباك فكانت لها حتى البرشلونة كان عندها لعبة شهيرة جدا ان يروح قطع لجوه مثلا دانيالفش وين يستوى او لدانيالفش او من ناحية تانية او من ناحية تانية او من نمار الفكرة دي جات من هنا وانا بحيي كلها جدا في الحتة دي لانه هو حط لعيب بيلعب بالرجل العكسية عشان يقدر انه هو يفضل في الحتة دي فبياخد الباك معي يعني بيرستاو هو داخل بياخد الباك معي وبعدين يطلع النقطة كمان اللي مهمة اوي بقى ان انت عندك دخول بيرستاو وحسين الشحاد في الناحية العكسية دي مهمة جدا يعني اللي اتنين اللي اتنين عندهم عندهم حتة ان هما بيخشوا في الناحية العكسية يعني لو انت بتهاجب من ناحة الشمال النهاردة بيرستاو كان فين كان في ضهر كهربا جوه منطقة الجزاء عشان متوقع ان حسين حياء هيرفع كله فانا جوه منطقة الجزاء انا مش هفع الخط بعيد براو عليك ليه بقى لان بيرستاو اساسا كان فيه وقت من الواقع كان بيلعب راس حربة عجبني جدا وبيعملها على طول ان الكرة لما بتبقى من ناحة الشمال من عند حسين الشحاد او من عند علي معلول هو بيخش راس حربة تاني والنهاردة حط القرى بدماغ وجون واحد راجل راس حربة تاني قطع عالقائم البعيد نموذج صح ونفس الكلام حسين جاب جوان كتير جدا من الحجمات اللي من ناحية اليمين لما محمد هاني بيطلع او بيستوع الخط او كده فبيبقى مكمل الاداء شكله رائجا طيب ده حسين الشحاد اي سعلك كمان بقى على مرانع طائق صفكة الموسم للنادي لا ده حاجة تانية هقولك انا مرانعطيها ليه واخد التصييد ده برو حلو هقولك ليه النادي الاهلي النادي الاهلي عانى الفترات اللي فاتت والبطولة افريكا اللي فاتت من طلوع الكرة من تحت بيعمل build up من تحت بيفتح البكين بيفتحوا عالجناب بسردبكين بيفتحوا بيبدأ يحاول يلعب لكن بتيجي عنده نص ملعب كاب بتقطع ويمكن ماتش الوداد اللي احنا خسرنا في البطولة الكرة تقطعت من build up وتمررت والرجل شاط اللي هو كان اللي شاط في الشناوي اه اه تمام مروان عنده ميزة انه مميز جدا في build up ما بيخسارش الكرة ما بيخسارش الكرة صح استلامه للكرة وطلوعه بيها صحيح بنسبة فوق 90% ودي مهمة جدا جدا انه هو لعيب build يعني بيقدر يبني من تحت ويقدر انه هو يطلع الكرة في الاتجاه السليم ودي مميزة جدا شوف على كم الكرة اللي بيخف ادها او بيقطع هتلاقي نسبة ضئيلة اوي اوي امكان تكاد تكون مش معدومة وده ما كانش موجود في اللي هو اللعب رقم 6 اللي بيعرف يخرج بالكرة اللي بيعرف يخرج بالكرة عشان رقم 6 برضو عشان يعني طبعا اسم كبير وتاريخ كبير مع النادي لها لكابتن حسام عشور تاريخ كبير بس وقتها وقت الكابتن حسام عشور كان الكرة رقم 6 مش مطلوب منه او الخروج بكرة على قد ما فكرت انه يطلع الكرة بشكل كويس او يخطف الكرات او يقطع الكرات لكن دلوقتي رقم 6 في العالم كله هو اهم يعني الركيزة بتاعت الفرقة هقول لك الفترة بتاعت حسام عشور كان الستة بيقطع وبيدور يعني بيشتغل على الروتيشن بتاع الكرة يعني الكرة مثلا في الجنب المين اتقفل الجنب المين تحط على حسام عشور عشور ياخدها يوديها ناحية الشمال كان يقول لك حسام عشور ما بيقشلو قدام وطبعا كان مهم جدا في الستة انه يلعب لقدام فهم قصلي انه هو دايما وهو مثلا بيدور ممكن انا وانا بدور الكرة بدلا ما حطها ناحية الشمال ممكن رحطتها على راس حربة وتتعامل جملة ونختار وده اللي كان بيميز محمد شوق مثلا وحسام غالي بيعمل حيثة دي دلوقتي الستة اختلاف اولا قطع الكرة لاغ هنا عنه لازم دي حاجة مهم جدا وانه لازم يكمل يعني مراوانة عطية انت بص عليه هتلاقي كل مباراة في كور بيكمل وهو ذات نفسه كمان بيحط الكرة يعني بيبص على محمد شريف بيبص على كهرباء بيبص على عنده الرؤية ان هو بيبص لقدام وبيعمل التاملات امامية ممكن مش كتير يعبر له مثلا 3-4 كور بس دي معدل مش وحش معدل كويس بلاس لانه هو طبعا تمركزه الدفاعي قوي بيعرف يلم من وراء علي معلولو بيعرف يلم من وراء محمد هاني في تقدم البكين لما بيتقدمه او الثمانيتين كمان حمدي فاتح وقاليو ديانج او السلالي وكان موجود فهو المسك فيه صح والمثال على فاكرة بالمناسبة الدور الستة المثالي دا او النموذج يعني ردريجو في مانشستر سيتي ازاي هو لعب مؤثر ومهم في العالم كله وكأنه الريفرنس بيروح وبيكمل وبيشوت الريفرنس بتاع كل المركز طيب اسم اخر عايز حركة تتحدث عنه شوية محمد هاني محمد هاني من لعيب كسير الانتقادات الناس تنتقدوا كثيرا ولسه لعب ناشي ولسه لعب صاعد وامتى هيبقى باكر راية لنادي الاهل وامتى هيبقى باكر راية لمنتقى خماص النهاردة يرتدي شارة القيادة مش النهاردة بس النهاردة ومبيلات كثيرة ماضية يقدم مستويات رائعة جدا برضو ايه سبب التحول يعني لو حسين الشحات تم التحول في مستوي بسبب تغيير مركزه طيب محمد هاني في نفس المركز ازاي تحول المستوي بالشكل ده محمد هاني انا شايف انه هو لازم يجيله مدرب يطوره زي ما كولر كده تطور حسين الشحات زي ما فيلر تطور رمضان صبحي ورمضان احرز اهداف في الوقت بتاع فيلر ما كانش بيسجل بالمعدلات دي وزي ما فيه مدربين كتير كان فيه لعيبة في الوقت بتاعهم كانوا متقلقين انا شايف محمد هاني لازم يبقى فيه عنده محورين للهجوم بمعنى اه ايه انت لسه شايف انه محمد هاني لسه عنده نواقص لسه طبعا عنده لسه حتى مع المستوي الجادل بيقدمه عنده فايل عنده فايل كبير جدا يقدر يشتغل به وينقله في حتة تانية خالص اه هي حتة الهجوم الداخل حتة انه انا لازم وانا مسك الكورة لازم يبقى عيني عن راس حربة ما هو الباك اللي عالجنب ده لان انا لعبت باك ليفت طبعا من ضمن الجمل اللي كابت الجهري كان الله ارحمه بيعملها لنا ان الباك ده غير ان هو بيحط للجناع ويعمل اوفرلاب من وراه ان انت تهاجم من الخارج وتعمل الكروس والكلام ده كورا الهجات اللي احنا حفزانه تمام لكن لازم انا يبقى عندي جملة بتتحطى على الرس حربة خلاص ولازم اخترق من جوة زي ما بيعمل علي معلول شوية برافو عليك زي ما بيعمل علي معلول ان انا بحط الكرة لجوة وابدأ اخش من جوة يا اما دابل باس من جوة واخش اشوت يا اما دابل باس من جوة وامشي واروح مطلحها فيه سيناريوهات كتيرة جدا بس في اخر 30 متر مش لازم افكر بس ان انا تتحط الكرة لبرا او بيرستاو بيرستاو يخش لجوة وقوم انا طلع لبرا وتتحطيلي مسلا من ديانج في المساحة لبرا فانا هعمل ايه هرومجاري وعمل كروس طب لو راجل افل علي هملممها ومرجحها تاني الورا دا وانا واقف في الجنب يعني انت واقف خلاص انت تستلمت في الجنب اليمين وراجل افل علي فمش عفو اعمل كروس لازم هنا بقى يبقى فيه حل ايه الحل حل دا ان تتلم الكرة وتتحط المين لرأس حربة بقى خلاص احنا مش هينفع نرفع فلازم تتحط او حد مكمل من 8 ان انا ألعب لجوة 18 زي النهاردة الجون اللي جي فينا الجون اللي جي فينا اتعاملت ازاي الكرة اتقطعت وبعدين الراجل لم الكرة وحطها لبرا مين اللي كان مكمل التمانية صح خلاص شوف كمل منين فمهوش محمد عبد منعم ورح مكمل ورح مطلحها لبرا فالاختراك اللي هو بيسموها الهوف سبيس اه طبعا عارفها طبعا انت اكيد لان انت انا عارفك انت بتبصص على لا براقبك انت الهوف سبيس دي اللي هي ما بين الستة يارضة والتمنتاشر اللي هي الحتة دي الهوف سبيس دي مهمة جدا 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 ان انت بدأ التمانية يشتغل فيها وبدأ الباك اللي على الطرف يشتغل فيها بدأ ما بيشتغل على برا على الكنارات اللي برا اللي هم العادية لا بقى بيخش ويشتغل في الهوف سبيس اللي هي ما بين التمنتاشر والستة يارضة دي مهمة جدا حمد هاني لو داس في الحتة دي هيتنقل نقلك هيروح في حتة تانية هيبدأ يروح على الجون هيبدأ يعمل أكشنز على الجون يعني إما شوت يما أسستات أكتر من كده وبالتالي هبوسط يتنقل فالجمهور هيبدأ يعني إيه ده ده فيه حاجة جديدة أنا دي عشتها وأنا بلعب وأنا بلعب عشت التطور ده طبعا أنت بتقعد تلعب عشر سنين أنت راجل سنتر باك وبعد كده لما كنت عشر سنين بتلعب معقولة لعشر سنين هو هو لا طبع أنت ستباك هتفضل تقطع وتلعب هتزق صح أنت هتزق والجمهور خلاص يا عم محمد يوسف بيقطع ويلعب وحتى مدربينك هيقولوا خلاص الراجل ده ما بتطورش في ناس تايم التطور برافو عليك أنت لازم تعيش مراحل يعني أول ما تطلع آه أوكي أنا لسه طلع للفريق الأول فبقطع وسلم وأسمع الكلام أبا أبو لعب مؤدد بجاوش والخبرات لسه مزيد لكن بعد ثلاث سنين الخبرات زادت وروحته منتخب فلازم يبقى في حاجة بعد كده الخبرة بقى أنت خلاص بقى بقيت تقرأ اللعب فلازم اللعيب يعيش المراحل بتاعة أي لعب ما ينفعش تقف في أي مرحلة ما ينفعش تلعب عشر سنين بنفس النمط بنفس المستوى بنفس الخلاص أنت من أول سنة زي العشرة معقولة مش ممكن لازم الخبرات بتزيد والثقة بتزيد ومواقف اللعب وعدد الدقايق كل دي مهمة جدا عظيم في لعب آخر محمد عبد المنعم بيقدم مستوىات كبيرة جدا مع النادي الأهلي لدرجة النبع المدافع الأساسي في النادي الأهلي وبيتغير جنبه ياهما ياسر إبراهيم ياهما محمود متولي ورغم الإشادات الكثيرة لمحمد عبد المنعم بس في جزء دايما بيتقال على محمد عبد المنعم عنده ثقة زيادة ساعات بيمسك الكرة في وقت ما يشي مفهود يمسك في الكرة بيمرر بثقة زيادة بتقترب من الغرور بتسمع الكلام ده أكيد تحليلك وتقييمك لمحمد عبد المنعم طبيعي في الوقت اللي هو فيه مش هشيله أكتر من يعني مش هحمله أكتر مما يحتمل محمد عمينا من موليد تسعة وتسعين من ناشئين الأهلي عندنا فبالتالي انت بتتكلم على العيب عند 24 سنة محمد طبعا عنده نطج مبكر يعني الراجل طلع عارة موسيقين يطلعوا قال أنا مش محتاجه طلع فيوتشر وبالصدفة أنا لو كنت ضمن الفترة اللي كنت مسك فيها في شوش مسكت فيوتشر حوالي 11 شهر قبل ما يجي علي مهر فكن من ضمن التعاقدات اللي جيتها كان محمد عمينا ما هيطلعوه أعارة فأخدته هيل كان في سموحة ورجع الأهلي فكلمته موسيقين عايز يطلعه فقلت له تعالى فيوتشر جبته هو سعد سمير وكريم ندفت كريم ندفت كان قاعد سنتين بقاله ملعبش وسعد كان بقاله ملعبش مع موسيقين فمحمد عمينا مسك كواس جدا وطلع الراجل اللاعب 3 شهر أو شهرين ونص وبعد كده راح منتخب مصر لو تفتكر ورجع على الأهل ولأ مع منتخب مصر كان في التشكيلة المثالية لبطول كاس أفريقيا عمل كاس أفريقيا حاجة عالمية ولوينش تصاب لعب مكانه وعلي جابرة تصاب لعب مكانه وعمل بطولة لا بقال في التشكيلة المثالية عمل بطولة عمينا 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 مدافعين في أفريقيا في البطول محمد في الفترة أو هو دلوقتي في الستيج بتاعت أنه يبقى عنده استمرارية عنده استمرارية للأداء أو البرفورمانس اللي هو بيبقى فيه تصعودي على طول يعني إيه؟ يعني أنا دايما تفكيري إيجابي ما ينفعش إن أنا أمشي خطوتين ثلاثة وبعدين إيه؟ أو واقع النهاردة حتى في لحظة فقط فيها التركيز بتاعه فخرج برة المباراة في بعض الكورات مثلا تقدم لما بيتقدم ويكمل لتيجت إن الودات كانوا متراجعين قوي فكان بيتقدم يمشي دريبل بالكورة أنا بعد ما ممشيت دريبل لازم طالما طلعت من البوزيشن بتاعي لازم أسلم صح سلم والسهل أسلم الصح والسهل آه ما تجودش ففي حاجات بتجود فيها رغم إن هو كورته كويسة بس جودت ومتقطع فبتترد فيبدأ الناس إيه تاخد عنه بس أنا بقول إن هو هيبدأ يزبط دي بعدد الدقايق اللي بيلعبها والمطشاط اللي بيلعبها هيبدأ يزبطها هيبدأ يلاقيه عشان هو كواليتي محترم كواليتي كويس جدا عنده سرعة وعنده كوة وعنده توقع وعنده خلق بكورب شامل جيد وبيلعب بله كويس جدا وبيرائب كويس جدا فهو مدافع يعني من طراز محترم جدا ولسه صغير 24 سنة فأنا شايف إن هو لو عالجي بس الحتة دي هي هتاخد منه وقت بس هو شطرته المفروض ما تاخدش منه وقت كتير يعني موسم خلاص خلصت لأنه كمان إنت بتلعب في الأهلي فأنت متشاف على طول لا ومش بس كده إنت أندر سبوت على طول عارف كابتو يوسك أنا دايبا أنا مدافع جيد على محمد عبد المنا عشان أنا بحب استير المدافع ده اللي هو عنده سكة ووقف على رجله ومش مغدود طلع على البص سليم بس في نفس الوقت زي ما حالك قلت أنت ممكن تعمل عشرين مباراة كويسة وتغلط في المباراة ومويل قال مش هيرحمك النهاردة عمل واحدة يمكن ما حاجش خد باله منها بس طبعا المدربين أو اللعيبة اللي لعبت في كرة حاب يتفازل فيها فرح صنبع حطه فين حطه في ظهره الكرة دي كانت خطر جدا محمد عمينة أصبح هو اللي بره الملعب وصنبع هو اللي جوه الملعب يعني صنبع ده لو كان داس عليها كان حط محمد في ظهره وراح الجون صح ربنا سطر الكرة كعبلت فرح لميمة وين لكن هو مدافع بصراحة قوي جدا جدا مدافع جاية طيب أنا كنت سايبه بس في الأواخر يعني عشان لازم ياخد حقه كثيرا النهاردة مصطفى شوبير مصطفى كنت لسه بتكلم من شوية انه عنده ضغوط مزدوجة حارس صغير في السن فجأة لها نفسه وفي نهاية دورة أبطالة أفريقيا هو حارس ثالث قدام جمهوري النادي الأهلي وممكن يلعب مباراة اللي جاء كمان قدام جمهوري الوداد في الملعب محمد الخابس ودي فعليها دايما الجملة الشهيدة يا أبناء العاملين اللي هو عشان انت أصلا يمن نجم كبير فانت قريدي عليك ضغط مجاني كده اللي هو بسمي نارة رحمة انت عليك ضغط وانت عشان والدك وخلافه فلعيت داخل بكل الضغوط دي المباراة دي ولغم كده عمل مباراة جيدة طيب أنا هقولك بقى على حاجة فضل ارجع لألفين وتمنتاشر اه الفين وتمنتاشر شهر ستة أنا مسكت مدرب عام وقام بعمل مدير كورة مع الكارترون فكان من ضمن صعدناها كان مصطفى شبير فلما اتمرن وبعد فترة لقيت حاجة محترمة قوي يعني لقيت شخصية حاجة يعني شخصية كل الناس بتكلم على فاكرة شخصية مصطفى شبير لا لقيت شخصية واحد بيوجه لعيبة اكبر منه وهو لسه طلع بقاله شهر شهرين في الدرجة الاولى وهو اول مرة كان يطلع فريق اول فكان في التأسيمات بينادي على لعيبة وعايز استلم الكورة مش حارس جايبه من ناشئين يطلع يتمرمع الفريق الاول فوقف الجنو خلاص لا ده بيطلب الكورة وتعالى تعالى ورجعلي فانا حسيت وانا واقف في الملعب حسيت ان هو من اللجوان اللي عندها شخصية انت بتتكلم في 2018 فالرجل بيشتغل من 2018 اولا ساكت ما بيردش على حد الحتة التانية اللي مهمة جدا وانت قلتها فيش حاجة اسمها اولاد عاملين اللي بيردد الكلمة دي ده شخصية مريضة شخصية مريضة ليه فيش حاجة اسمها اولاد لعبين وإلا لو كان اولادها عاملين كان فيه اساطير اقوى من الكابتن احمد شبير كانوا لعبوا ولادهم صحيح يعني مع احترامي يعني الكابتن احمد شبير اه راجل كابتن مصر وكابتن نادي الاهلي وراجل لكن فيه ناس عملت في الكورة اكتر من اللي عملوا شبير وملعبوش ولادهم ملعبوهمش كورة ليه طي عشانهم مش ممهوبين بس خاص بنعني اه لو انا عايزو يلعب لكن احنا كريم مجتمع ايه ده هو كريم ازاي راح الحت ازاي عمل برنامج ازاي راح مش عارف كريم لما يلاقوا كريم مثلا عمل حاجة كويسة عملها ازاي مسك الفرقة دي ازاي اكيد حد هو اللي شعدك عندنا دايما التفكير السلبي الجملة الشهيرة اه تفكير سلبي ايه ده محمد يوسف مسك الفرقة دي ازاي راح لهم ايه ده تكلق مين طب يا جماعة ما انا مدرب اه انا لعيب راجل مدرب حتى مرة مرة من ضمن الحاجات يعني لو اجب اعب ده محمد يوسف ده ده محمد يوسف ده اخد افريقيا ومسك الاهلي يعني يمسك اي فرقة في مصر فمن ضمن الحاجات مفيش حاجة اسمها اولاد عاملين انت بتطلع على المسرح يا بيه انت بتطلع على المسرح قدام ملايين انت ده النادي الاهلي حتى لو مش النادي الاهلي حتى مع احترام انا مش عايز اقول اي اسم نادي نادي اصغر من ده او كده انت النهاردة اي نادي هيستحمل للاعب او ابن نجم او ابن نجم عنده او ابن مدرب عنده او ابن اعلام اي ابن رئيس النادي صح والفرقة تخسر او هو مش كويس هامل دينا هيدفع الفاتورة صح بس صح لعيب بيشتغل على نفسه وفعلا مصطفى بيشتغل على نفسه وفعلا مصطفى من 2018 انا من ضمن لحاجات حتى مرة قلت له بتقول له يا ابني لازم تروح جم بص الشيف اكرامه والشينيه وبيشتغله ازاي لازم تروح جم جسمك محتاج يشتغل اشتغل على نفسه النهاردة انا مما بشوفه فت ما شاء الله لا اتنقل في حتة تانية خالص لا يعني حركته جسمه اختلف تماما عن 2018 2019 معنى كده ان الراجل ده بيشتغل على نفسه فبالتالي هو مش ملتفت للكلام اللي بيتقال فما فيش حاجة اسمها اولاد عاملين بص انا بالمناسبة يعني ابني بيلعب في 2009 فبرضه في اقتعى ناشئين ده ابن فلان ده ابن علان ده ابن تردد ما فيش حاجة اسمها كده الناس اللي بتردد الكلام ده ناس مريضة لو انت اكيد انت اكيد يا كابتن يوسف عارف انه فيك كام نجمة في النادي الاهلي جابوا وحاولوا بالمناسبة يعني لو انا كنت لعب في النادي الاهلي وعند ابني عايز يلعب كورة اول حاجة افكر فيها ان انا عايزه يلعب في النادي الاهلي ده ألف به تمام بس اكيد حضراتك وانت بتودبنك النادي الاهلي لو ما كانتش هينفع او مش موهوب كان اقوله معلش اكام تدويس فحيح من حبك اوه بس مش هينفع يكمل معاني مزبوط ببساطة شديدة مزبوط والحاجة التانية الحاجة التانية ان انت مش هنلعب في قوضة ظلمة هو هنلعب في قوضة ظلمة قدام الناس ما هنطلع نلعب قدام الناس فحيباني اللعيب الكويس واللعيب اللي مش كويس صح فهم حظ بس انا ضد ضد اولاد اللي عاملين اللي يعني انت كده متهم زي ما انت قلت الكلمة اللي انت قلت قلت ايه قلت اه ده هو بيبقى موجود عشان والده فهم الى ان يثبت العكس رغم ان بقية اللعيبة كويسة الى ان يثبت العكس شوف الفرق بقى هنا صح يعني بص العكس صح انت وحش يا كريم لغاية ما تبقى تثبتلي ان انت كويس ايوه لكن اللي عادي انت كويس وانا كويس وكلنا كويسين الى ان يثبت بقى ممكن ده مش كويس ده ما ثبتش نفسه صح فالنقطة دي مهمة جدا ان انت بتحطي تحت ضغوط لانه في النهاية هيقبلها هيقبلها صح لعيب النادي الاهلي تحت ضغوط بس فيا ما جبنا لعيبة ويا ما تعقدنا مع لعيبة ويا ما لعيبة جات من اندية مستحملوش وكانوا نجوم في انديةه مستحملوش مستحملوش بيجي يلعب مطش احنا فيه لعيب بدون ذكر اسمه احنا ايامينا كنا في التسعينات بنلعب فكان جمع جدا في ناديه لما جيه فمقدرش قال يا جماعة هو انتو كل مطش عايزين تكسبوه اصلا اه والله مرة قالنا في القوضة كده قالنا هو انا كل مطش هنزل يعني كل تلات اربعة ايام هنلعب لازم نكسب لازم نكسب هو شايفها صعبة احنا متعودين عليه صحيح عادي يعني مكناش شايفين ان دي قصة ايوم المطش بيادوبك بنفرح ساعة ساعتين روح البيت نيجي تاني يوم النادي خلاص بنفكر في المطش اللي بعدين بتلات ايام تعودنا على الرتم دا يعني المواجهة من الدقيقة الاولى حتى اخر دقيقة الاهلي مطلوب منه استشفى معناوي معناوي وزهني كبير جدا قبل الجسم لو راحوا بذرة نيجاتيفتي اللي هو بنسميها التفكير السالبي اخطر حاجة ايه ده جابوا في ناجون يعني مجرد شوف اللعيبة لو اتكلمت مع بعضهم وقالوا الحتة اللي انا هقولها لك دي دي كارسي احنا لو جي فينا جون كده خسرنا البطول مجرد ان اتفكر التفكير ده ده غلط لازم الاهلي وده كولر لازم يبقى كولر والجهاز سامي قمصان سيد عب حفيز الناس المصريين بالتحديد لازم نفكر ان احنا نجيب جون في الرجل اه يعني لو انا وجاي افكر اقول ايه احنا لو جبنا جون بدري يبقى حسامنا المباراة لازم افكر مش لو دخل في ده جون لازم افكر بكل التكتيك بتاعي بكل الشغل بتاعي بنفس الطريقة بالتمانيتين بتوع اللي بيكمله بالاجناب بكله ان انا لازم اجيب جون في ايه الوداد لان انت لو جبتوا جون في الوداد انت موجود في البطولة بنسبة 80-90% صح بس مجرد اجيب جون بس انت خبال لما هتجيب جون هتخرجهم بكسافة بالمناطقهم اللهمون هتفتح بقى بالنسبة سرعات تقدر تلعبهم وبعدين هتصعب عليهم المطش وبعدين حتى لو قدر الله لو دخل في الجون محتاجين يجيبوا جون هما جون تاني وبعد حتى ما يجيبوا جون تاني يعني اتنين واحد يبقى ضربات جزاء صح فانت الجون ده صح ثمن وغالي قوي زي اللي جابوه هم النهاردة انت الجون اللي هتجيبه هناك فلازم تفكرلوا بقى هما جابوه في الديها كم 87 انتازم تفكروا من الاول لازم تنزل عليهم من الاول تفاجئهم فدي انا شايف ان شاء الله كابتن محمد يوسف كالعادة بتشرف وبتنور كالعادة الحار معك ممتقة جدا انا بشكرك شكرا جزيلا حقيقي انا مبسوط والله احنا كنا نجتيك اوي وكرة اوي انا بحب كده اه بس انت عشان انت داخل في التفاصيل فبتحب تتكلف اتمنى تكون انت كمان كنت حابب كده لا انا حابب جدا حاجة جميلة انا عادي انت تحب تتكلم في الكرة اكثر من حاجات اللي هي الجانبية دي بس بصراحة انا عجبني النهاردة كريم بصراحة ولازم اشهيد بالجمهور النهاردة حاجة تفرح جدا يا رب يا رب المسؤولين يرجعوا الكرة تاني ان شاء الله لان الكرة اساسها الجمهور بالتأكيد اه اتمنى ان شاء الله ان دايما استاد الكرة يبقى مليان وبقى فيه يعني فرحة كده ان شاء الله الفترة الجاية في الكرة مصرية اشكرا كابتن يوسف لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد جمال مع شوية اركاب متحالات كده لطيفة جدا عن المباراة خليكم معنا موسيقى اعلم بحضراتكم مرة اخر لسا بشرفني ومنورني الصديق العزيز محمد جمال لتحليل هذه المواجهة الكبيرة بين الاهل والوداد زياب نهاية دولة ابطال افريقيا جيم بنور الدنيا حبيبي يا كيم اخبارك كل حل عايز자 ابداء معاك بالكلام الي قاله مارس القولر في المؤتمر الصحفي كان غاضب جدا على غير العادة على غير العادة شوف مارس الركولر غاضب في المؤتمرات الصحفية كان غاضب جدا من التحكيم النهار دة لم اتحدث كسيرا عن اداء الفريق وهداء الوداد اه ااال مش المح اقال انه الاهل كيكم في كل الاحوال استعداء بهذا الفقوص بس معظم حديثه كان عن التحكيم هل في رأيك الاهل اللي هارده ااال تأثر بالتحكيم خليني أبتلي من تصريح مارسي الكولر أنه تصريح بيكشف كافية تعامل مارسي الكولر مع الأحداث اللي بتحصل بشكل دقيق رقم واحد هو بيضع الجميع أمام مسئولياته خاصة في الكاف بيضع بملكة سيميا حكم مباراة العودة أمام مسئوليته خاصة أنه حكم أعلن اعتزاله مباشرة بعد المباراة ولذلك ذكرى سيئة جدا مع النادي الأهلي في مباراة النجم الساحدي في نهاية بطولة 2007 نفس الموقف مع الحكم عبد الرحمن العرجون أعلن اعتزاله لعب المباراة والمباراة طبعا الكل يتذكر ماذا حدث في إستاذ القاهرة فتعامل مارسي الكولر مع المباراة لأنه قال تصريح بسيط جدا قالك أتمنى أن يفاجئني بملكة سيميا بتحكيم مباراة عادلة كلمة يفاجئني بتقولك أنا متوقع إلا يحصل لكن أتمنى أنه عايزين تحكيم عادلة مش عايزين أكتر من كده يعني رغم أنه من ظلم في المباراة اليوم طبعا هو النادي الأهلي من أدير في المباراة اليوم طبعا هو النادي الأهلي لكن أنا أثق تماما أن تصريحات مارسي الكولر ملقاش علاقة بتعامله مع اللاعبين هو هيتعامل مع اللاعبين بشكل تاني خالص هيقوله ما أنه إحنا كنا ممكن نخلص المباراة النهاردة كان عندنا بعض الأخطاء فيما يتعلق بالعودة لأماكن التمركز خاصة في كورة الجول أنا شرحة تفصيلين بعد شوية مارسي الكولر أدر المباراة النهاردة بشكل جيد ناس كيرو بتتكلم على التغييرات أتفق أختلف بشوف الموضوع النسبي لكن إحنا تكلمنا قبل كده الرجل قراراته فيما يتعلق كنا مع بعض يا كريم النهاردة في الماتش قلت لك ما بين الشوطين قلت لك الرجل الأهلي مش محتاج تغييرات ممكن كان يبقى عشر دقيق بدري إنه يبتري يدي نفس في وسط الملعب بعمر السلية ممكن يبتري محمد شريف ينزل بدري شوية ممكن لكن شايف إنه الهدف كان من خطأ ماريوش علاقة بالتغييرات اللي حب نتكلم عنها ممكن عمر السلية شوية كان يساهم بسبب أنا كنت شايف حمد إنه نهاردة كان متأثر نوعا ما بعضيته القريبة جدا من الإصابة ديانجيو ما كانش في أفضل حالاته مروان ضرب كتير جدا 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 في أول عشرين دقيقة همد بلغة الكورة فشايف إنه الأهلي تأثر بدأ لكن أنا بس أحيانا يا كريم الناس العاطفة بتخدها إنه هدف غير مصاري الكريم المباراة لو انتهت 2-0 ما كانش كل اللي حاصل على السوشيال ميديا ولقطة ورسالة حابة وجهها الجمهور النادي الأهلي إنه الأهلي كسبان آه النتيجة كنا نتمنى إنها تبقى بكلين شيت زي ما قلنا قبل المباراة لكن جات لأ أكتر من لقطة على الجماهير بعض الجماهير كانت حزينة بكت بعض الجماهير لأهلي فائز الأهلي بإذن الله سيتوّب ويحصل على اللقب أنا بس وايف عندي لقطة مهمة جدا وكانت مزعلاني جدا بعد هدف الوداد أنا اسمعت صوت جماهير الوداد أعلى من صوت جماهير النادي الأهلي أو جميل النادي الأهلي أخلاص هبتت أنا مقدر مقدر لحظات الحزن بعد الهدف الخضة ليه واخد بالك الخضة دي ليها سبب الجنف الديارباية إنه مش بس الجنف توقيته دايه لعب مباراة حلوة جدا ما يستهلش خرب نتج اليابت فأنت الجن دخل فعليا عكس مصار كل حاجة أنت مستاني تجيب التالت أو الرابع يشجعه في كل الأحوال بس متفاهم الخضة بتاعت الهدف متفهم عنك جدا جدا لكن استمرت لحوالية ثلاثة أربعة دقايق لأنه أول حكم رفع ثمان دقايق الجمهور رجع تاني صح فأخده خوالي خمس دقايق كان صوت جمهور الوداد عالي لأن الجمهور جي في دياربعين الحكم رفع في دياربعين لما أدى الثمان دقايق وجمهور رجع تاني صح لكن عتابي البسيط الأهلي لم يخسر الأهلي لم يخسر رقب البطولة حتى وإن كان هناك تخوفات من قرب النتيجة أو أن التفوق طفيف أو تخوفات من التحكيم أو تخوفات من الضغوط اللي اتعاملت على الأهلي في المباراة الفاينل الموسم الماضي كل ده كل ده مقدرو جدا لكن ما تركبش بلغة الكرة المنافسة على فرقتك نفسيا قبل مباراة العودة اللي هتبقى مباراة صعبة بكل حال من الأحوال مهم جدا رسالة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي الأهلي قدم مباراة كبيرة هشوف بها بعض الأخطاء البسيطة لكن الأهلي تحكم عظيم في الإيقاع الأهلي النهاردة لما تيجي نتكلم على وكل حال نفسه لما تلاقي أكتر بالنص الفرقة عملوا مباراة أوتستاندينج مباراة كبيرة لازم تقول لي الفرقة كلها عمل فرقة ما موضش كبير أوه فيه وعاد العيبة كمان ده بعض الأخطاء لكن لما تيجي تتكلم على حسين الشحات تتكلم عليه تفصيليا بسيطة اونا تتكلم عليه تفصيليا مصطفى شبير الشخصية النهاردة طب ما تتكلمني بقى لحسين الشحات عشان الوقت ميروحش عشان حسين الشحات النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا اتنين أسست مقع جدا مؤثر جدا مش النهاردة بس طبعا حسين الشحات بقى له فترة طويلة من ساعة ما جيه مارسي الكولار بصراحة وهو يقدم شكل مغير تماما مع النادي ناتي الريمونتادة حسين الشحات على نفسه صح يواصل الريمونتادة على نفسه في الموسم الحالي مع مارسي الكولار ده رقم واحد رقم اتنين بالنسبة لي اداء غير مفاجئ من حسين الشحات ده بقى العادي بقى حسين الشحات في المباراة الاخيرة حسين الشحات يا كريم مش بس هو النهاردة عامل اللي اتنين اسست مش بس هو ملمح الخطورة الاهم هو اللي بيعمل لك عملية صناعة اللياب هو اللي حل والرقة المهمة هو وبرسي تاو نتكلم برضو على تاو هو وبرسي تاو في وسط الملعب وعملية صناعة اللياب والدخول داخل الملعب لا كمان ده حسين بيرجع يعمل واجبات دفاعية ممتازة اه تأثر في نهاية المباراة بعد ده ها تمانين من المجهود اللي عمله طول الوقت لكن هو بيحمي علي معلول بشكل كبير جدا وبيرجع يقفل الجابهة الشمال بشكل كبير جدا بعد باتنقل ليه وخلينا اقولك ان حسين الشحات هو طول الوقت وكان متقلق ناحية المين لحد ما رجع تاو الرجل كان عايز تستفيد من الاتنين فالراجل بقاله كان بقاله كتير جدا جدا والتقلق ده ما كتبه لعب ناحية الشمال حسين الشحات كان بقاله لكن التوظيفة انه دخله انصايد فيبقى على عدلته رجل ناحية المين تحسب لمرسي الكولر تحسب لحسين الشحات اللاعب يمين تقلق لعب شمال تقلق لو نستعرض الحالات بتاعت حسين الشحات كل متنفس لما فرقة لو ده كتراجعة بتمانية وتسعة وراء لما كل متنفس بصة كريمة حسين ما وجود فين الراجل ده الوينج ناحية الشمال حسين الشحات هو الوينج الشمال للنادي الاهلي لما يدخل انصايد هنا في مركز صناعة اللاعب ده بقى المعتاد دايما من حسين بص الباص وبص الرؤية الباص والرؤية اللي دايما بكلمك الرؤية المختلفة اللي عند حسين الشحات وتبقى واضحة قوي فورت الجولة يا جبالك بعد شوية بص الباص هنا ورؤية مختلفة مش موجودة غير عند حسين الشحات وبيرسي تاو بص هنا التحرك بص يا كريم لولا استلامة خاطئة سهلة جدا لان الكرة بلغة الكرة حنينة استلامها ديانج تعدي من تحت رجله الراجل رايح كهرباء رايح فتح له انفراد وهو نفس ممكن يروح بياه انفراد لكن للأسف ما كملتش لكن انا اللي يهمني في القصة دي غير استلامة ديانج السيئة انه الباص والرؤية بتاعت حسين في وسط الزحمة اللي فقى ست لعبين من الوداد هو شايف ديانج ويحط له الكرة بالدقة دي يلا نروح للحالة اللي بعدها بص مين تاني حسين الشحات هو الرقى بص واقف كام لعيب من الودادة كريم اثنين اربعة ستة تمانية تسعة تسعة لعيبة من الودادة بالدافع في التلتة الاخير للملعب الوداد يعني عمل للك بلوكاية كبيرة يعني مدائلك المساحات جدا تلاقي دايما مين مين وهنجي لللقطة دي تاني مع تاو وركز على الكرة مع حسين الشحات وشوف مين اللي في عمق الملعب الجناح اليمين يا كريم ده الجناح اليمين اللعيب اللي على الدايرة دايرة التمنتاشر هو بيرس تاو ده الجناح اليمين داخل انسايد هاتل الفريم اللي بعده وبص الجناح اليمين ودقة الباص بتاع حسين اربع لعيب واقفين قدام حسين يا كريم اربع لعبين ودقة الباص الكرة بتروح لتاو في التحرك بعد التحرك بتاعتها بتروح لفي المساحة ده بيقولك الرؤية والفيجن وده راس مال حسين الرؤية والفيجن والدقة في ارسال التمريرات روح للحلال اللي بعدها وكرة الجول اللي هقف فيها عنده نقطة ويريت لو نحاول لو نعرف نعمل لازوم ان كمل بصة كريم كرة حسين هنا فيها قرارين بصة كريم هي دي اللي أنا عايز أم بصة كريم الجول كله الجول كله في الفريم ده الله الجول كله في الفريم ده بص رفعت دماغ حسين رفع دماغه وشف ته واقف على البعيدة رحطتها هي القصة كلها فحكتين القرار اللي خده حسين انه مايرجعش تاني لان الاثنين ارجع معليش ارجع فريم اول فريم خالص ارجع اول فريم خالص بصة كريم لو فكر حسين يرجع لتحت الكرة انتهت ليه اللي اتنين قفللوا زاويتين التمرير سواء داخل الملعب انه يخش جوه الملعب او انه يرجع تاني تحت المعلوم هو خد القرار الوحيد اللي فيه الاثنين يارضا كانوا كافلين بين حسين ياخد القرار الصعب رفعت العين دي يا كريم دي رفعت العين المرة التانية هو بيحط الكرة بعد ما حطها لتاو رفع دماغهم من الارض جزء من ثاني شاف تاو رحطتها في النقطة اللي مش شافها المدافعين بتوع الوداد والكرة دي بالنسبة لي ياخد منها 70-80% من الجول حسين الشحات رؤية وفيجن عظيم ارجع بقى تاني ارجع تاني ارجع فريم كمان في الحالة دي لا خلاص روح للحالة بعد دي تمام بصة كريم الرؤية اترك في الكرة الاولانية والتانية والتالتة الرؤية الكرة وهي بتتحط لونج بول محمد هاني واحد من نجوم المباراة اللي دايما ما بياخدش حقه هنجيب لك الكرة دي الجندة تاني هجيب لك الجندة تاني من اوله والباس بتاع هاني والفيجن بتاع هاني ويتحط هنا لحسين الشحات في ظهر ايوب العملود هنا الكرة ما طبتش كريم هو خدها الاولانية ونزلت ولها الحارس طالع بص الحارس نزل قافل ازاي كريم طبيعي الحارس ينزل يعمل النجمة ويقفل عشان الكرة ما تحطش في الجون ده طبيعي الفيجن انه هو شايف كهراء واقف هنا وانه هو واخد القرار والكرة لسه في الهوى هو ده سبعين في المية من الجون لانه انا بالنسبة للجون ده اتنين مسامين فيه اكتر من كهرباء نفسه محمد هاني طبعا في التمريرة الطولية اللي في ظهر ايوب العملود في مكان عظيم في توقيت عظيم بقوة عظيم عشان تنزل حسين الشحات في التوقيت ده ويرجع حسين يحطها الورا بالشكل ده محضر قراره كل مرة اقول لك فيجن ومحضر قراره حسين الشحات افضل لاعب في النادي الاهل اهي دي الكرة من اولها بص بص يا كريم الكرة هنا كان حسين بتلا يتحرك يمكن انها مش جاية معنا كمل الفريم اللي بعده هتلاقوا بص حسين هنا بتلا يتحرك الكرة في الهوى هو شايف الكرة كريم ومقدرها وعارفها تنزل فين بص بص هنا بص رفعت الدماغ ووقف هنا زوم هو شايف مين اللي بتحركه لتحتها كريم مين اللي بتحرك الحسين تحت كهرباء فهو بيتحرك ومحضر قراره انه هيعملها الباك باس لتحت مش هيحطها في الجل ان زاوية بقت دقيقة جدا ورح حطتها الكهرباء ده عظمة الباس عظمة الباس حسين الشحات سوبر يا كريم مش النهاردش كيف اقولك اللي عمله حسين النهاردش رغم انه سوبر رغم انه رجل المباراة الاول في وجهة نظري الى انه مش جديد على حسين الشحات بقى معتاد والمرضود اللي بقدمه حسين الشحات رد ده رجل المباراة الاول بيرسي تاو بيرسي تاو بيرسي تاو يا كريم لعيب البيز بتاعه الكواليتي بتاعه مختلفة لعيب بكواليتي سوبر نفس كل المحترفين اللي يجوا الدور المصري بقى شابه بيرسي تاو عالي معلول مش تكلم على عالي النهارده لكن انا هتكلم على بيرسي تاو تحديدا بيرسي تاو لعيب كبير قوي قوي رئة النادي الاهلي كان مقفول عليه الشوط الاولاني بشكل كبير جدا كانت رئة والأولى حسين ورئة التانية بيرسي تاو الاتنين دول هم المتنفس بتاع مارسي الكولر بيرسي تاو لو نشغل الحالات سريعا عشان الوقت بيرسي تاو انا هتكلم عن النهارده على نقطة واحدة بيعملها بيرسي تاو محدش بيعملها زي بيرسي تاو التحرك بدون كورة والوعي الوعي ده جاي نتيجة انه لعيب متعلم لعيب متعلم متعلم كورة متعلم كورة طبعا متأسس صح عارف ان الحركة بدون كورة هي رأس مالو بصها كريم انت لما تيجي هنا تتكلم ماشي كده فريم كمان ماشي فريم كمان كمان فريم كمان عشان مش شايف الايوة كمان لا لا ده جون الودات انا عايز تاو عايز تاو ده جون الودات بيرسي تاو شرحلنا جول بتاع الودات بالمرة يا دي سيبوا يا جماعة الكورة دي انا هنا هقف عند محمد عبد المنعم قبل وهشرح يعني جابين حالة من ضمن انا محمد عبد المنعم النهاردة كان واخد تكلفات من مارسي الكولر ودي تكلفات علشان ناس تفهم وليه كان بيزيد واخد تكلفات انه لما مروان وكان متوقع مارسي الكولر انه يضغط عليه بأي من حسوني يطلع هو يعمل عملية الزيادة ويعمل الباس طلعت يا محمد دستع الكورة مرة واثنين وثلاثة الكورة بتتقطع متع مش ستة مسباص واحدة منهم ترد بكرة في العرضة والتانية تزنق بيها عالي معلول والتالتة تتقطع وتروح حاجمة خطرة على مصطفى شوبير وهنا ارجع بقى على الفريم ده ده جونل وداب بقى دي كرة الاولانية ده مش جونل وداب ارجع ارجع معلش ارجع تاني ايو الفريم كمان هاتلي الارتقاء اللي من الجنب ده انت راس مالك يا محمد يا عبد ميلم راس مالك يا محمد يا عبد ميلم منك بالمنظر ده صعبة جدا لانها في الاخر غلطة ودتك بانفراد وهنا خطأ مشترك ما بينه وبين مروان لان مروان غلط مرتين النهاردة لما شرح لجونل وداد ورغم انه قده مباراة جيدة مروان عطيه كالعادة لكن غلط غلطتين سرحان او تعب من كتر المجهود النهاردة والضرب اتضرب كتير اوي التلسع الاولانيين وده دارس قبل مباراة العودة اتضرب كتير جدا في الشوت الاول فالرجل كان همدان بلغة الكورة فالكورة دي مروان سرح فدخور الردل جادي جوال 18 مروان كان مفروض يرحل معاه وده كان الطبيعي الرجل سامبو بيطلع بيطلع مع الاتنين المدافعين ومروان بياخد الرجل اللي جاي من تحت اللي هو يا ام ايمن حسوني يا ام ردل جادي وده الكورة اللي كان فيها جزء من السرحين يلا روح لحلقة اللي بعدها اه وقف هنا بقى وقف هنا عشان انا اتكلم يعني لازم ادي له حقه نهاردة كريم مصطفى شبير مصطفى شبير مصطفى شبير النهاردة مش اقول ماañولد حارس عظيم لانه اقدم مباريات جيدة قبل كده لكن في المباريات الكبيرة في المباريات الكبيرة في المباريات اللي بتحتاج للشخصية واينا هي استحضرني كابتن احمد شبير لأب بقى لما كان الاتنين العماليق رحمة الله عليه كابتن بثبت البطل وكابتن إكرامي الكبير إكرامي الشحات كان هما حراسي النادي الاهلي وكابتن شوبير كان هو الحارس التالي موراك كانوا يا ويندي فاينل أفريقيا نهاي بطولة الكويس الأفريقية ويقف كابتن أحمد شوبير في الفاينل والاهلي يحرز الكاس ويكون واحد من نجوم المباراة في مباراة المصري في نهاية كاس مصر في نفس السنة يحصل نفس الموقف ويكون واحد من نجوم المباراة النهاردة بيستعيد ذكريات أبوه اللقطة الأولانية اللقطة صعبة جدا وانفراد وانا عايز بس الفريم بتاع آخر فريم في الحالة الأولانية بتاعت مصطفى شوبير بصها كريم الخروج ودايما بنسميها في كرة اليد بنسميها النجمة ملهاش حل غير نوية طلع يعمل كده الخروج توقيته الخروج المسافة التحرك الكرة من أولها واخد خمس ياردات عشان يقفل الجون خروجه الكرة التانية لو جهزة معنا الحالة التانية الكرة بتاعة التصيبة بتاعة أيوب العملوط صعبة جدا الناس ما تاخدش بالها يا كريم الكرة صعبة جدا 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 ان هي محتوطة الراجل ركنها مش شايتها محتوطة المفروض انها هتروح فوق مصطفى شوبير تصدي ممتاز النهاردة مصطفى شوبير بيكتب اسمه في مصطفى صعبة جدا شخصية كبيرة قوي بالاضافة للفنيات شخصية كبيرة قوي عنده مصطفى شوبير احنا نستمكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا جيمي كان عنده رأي في الكرة بتاعة ياحي عطاية الله اللي كان مفروض او النادي الاهلي لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني طلبوا فيها ببطاقة حمراء اللي ياحي عطاية الله لما لمس الكرة بايده كان فيه انفراد للنادي الاهلي تفضل احب اقولك بس كدر جايشة من شوية قال لك ان هي مش طارد ومجت نظره طبعا يعني هو بخصوص الامور الفنية هو اكيد قادرة لكن الكرة لما تيجي تبص هنا دول عدد اللاعبين بتاع الوداد عشان بس الكدر ما كانش مفتوح وكان دي غلطة من المخرج عندنا انه اتنين اربعة ستة تمانية عشر تسع لاعبين تسع لاعبين من الوداد وحارس المرمى واقف ورا مش متوقر لعب واحد مين هو اللاعب الواحد اخر لعيب عليه الدايرة تحت هو يحيي عطيته الله ده رقم واحد رقم اتنين ان فيه لعيب تاني وهو بيلمس وهو بيلمس لو معنا الفريم اللي بعده كمان وهو بيلمس الكرة بايده حسين رايح لوحده خالص يا كريم حسين رايح لوحده خالص ده بالاضافة لتاو يعني انا عندي تاو راجل رايح انفراد والكرة لسه تسقط وتجري يعني لو حتى مش هحطها تحت رجله ويعمل بقى دريبل فالراج اللي ممكن يلحقه هي الكرة اصلا راحة الكرة راحة انفراد من قبل نص الملعب فالراجل اللي انت بتحرمني العبرة في القانون هو بياخد طارد اللي يا كريم العبرة في القانون بايه منع فرصة هدف محقق منع فرصة هدف محقق القصة لايش راقب المسافة القصة لايش راقب المسافة القصة لايش راقب الراجل اللي رايح انفراد من نص الملعب ولا رايح انفراد من بعدها بعشرين يارضة ما هو رايح في كل أحوال لو جنعي شيئلة طيب ممكن أحطه في اعتبار إن الجن ممكن يصده منع فرصة هدف محقق ده القانون هو كده تاخذ يا كوكرت أحمر لو هو آخر العيد آخر العيد أنا برضو بنقل اللي قاله الكابتن جايد قالك إن قانون اللعبة إن المسافة عشان كبيرة هو الفيفا بيحط في اعتباره إن المدافع ممكن يبقى سريع فيلحق ففي مساحة تسمع للمدافع إنه يجري أنا برضو بنقل كلام من كابتن جايد مش كلام أنا يعني دايما بحب شعور رأي في حالات تحكمية بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة لما يكون آخر العيد في الملعب والمسافة كبيرة مسافة كبيرة ده مش في حالة ده في عشرات الحالات كارت أحمر مباشر مفهاش كارت أحمر كرة بقى قبل نص الملعب بعد نص الملعب لو العبرة بالمسافة الطويلة مليون حالة اتحسبت بمسافة طويلة كارت أحمر مباشر وده ردا على البعض البعض ما احترمنا وتقدرنا ليهم يعني اللي من الفجاجة إنه وصل إنه بيقول إنه النادي الأهلي هو اللجوم اللي تجامل في القاهرة فأنا شايف إنه أنا ما قفتش عند لقطات كتير جدلية تحتمل أنا قفت عند لقطة بالنسبالي ما فيه الشك واحد في المية إن كارت أحمر باشر وتعليقا على الأداء عموما لأ كان فيه اهتزاس كبير في أداء الحكم الأهلي مفهود جامل يعمل ليه في مبارات العودة الأهلي مفروض يعمل ليه في مبارات العودة رقم واحد رقم واحد الأهلي لازم يتققه في الرتم يا كريم الأهلي لازم يبحث في مقيلته إنه لازم يسجل بس يسجل مش باللي الناس عوزايا بإنه ينزل يهاجم لا الأهلي لازم يقفل مساحاته يوفر مجهود لعبته يحاول إنه يكون نفسه طويل وينتظر خطأ الوداد اللي بالمناسبة والناس بشواء ده بقى لها منه الوداد هيندفع هجوميا في وقت من الأوقات آه الوداد ممكن يضغط من أول دقيقة وممكن ينتظر شواء الحل من الأحوال الوداد هيندفع فإنت انتظر اندفعت الوداد واشتغل على المساحات اللي النهاردة بمنتغة البساطة لما طبقتها في الشوت التاني الوداد ضغط لكن الأهل بكورة في الديقة 59 بتاعت محمد هاني لونجبول جون الجون التاني قتلت المبارات إنت هدف هناك تلعب بمنتغة ريحية واتحط الضغوط على الوداد وتاني يا كريم أنا عارف انت الوقت بيجري منك وعايز تقفل في النهاية بإذن الرحمن الأهلي سيتوّج بطولة أفريقيا ويصدقني أوقات بيبقى طعمها حلو لما بتيجي خارج الأرض من معاناها وأنا شايف أنه شوية هتحط العيبة تحت ضغوط إيدة أو إيجابي صحيح جيمي شرفت مهورك شكرا جزيلا يعني أنا هقدر أقول النهاردة ألف مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز بالشوت الأول في نهاية دورة أبطال أفريقيا إن شاء الله نقول للأهلي الأسبوع القادم ألف مليون مبروك بالبطولة بعد مباراة العودة ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة نشوفكم يا رب على البخير